يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم يا رب يكون يومكم جميل النهاردة ان شاء الله ويا رب كمان حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معنا بمتابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة حلقة جديدة من عشرة الصفحة في الاهلي هكون منفرداً مع حضراتكم النهاردة وجايلكم وانا محمل بكتير جداً من الأخبار الحلوة الحقيقة كميات وافرة من الميدليات حققها كتير من لعبتنا ولاعبتنا في رياضات مختلفة وفي بطولات مختلفة سواء كانت جوة مصر أو براها هنتكلم مع حضراتكم طبعاً في كل هذه التفاصيل أكيد هنتكلم بطبيعة الحال عن ماتش باره مع الاتحاد وعن القادم ماتش الزمالك إن شاء الله يوم الخميس الجاي كل ده حيكون في الساعة الأولى من حلقتنا النهاردة الساعة الثانية كالعادة حيكون معنا فقرتين حواريتين الفقرة الأولى إن شاء الله هنتكلم من خلالها عن بطولات لاعبين ولاعبتنا في التايكوندو والاستعداد لأولمبياد باريس 2024 حينورنا طبعاً المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الفقرة التانية حينورنا فيها الدكتور عادل كريم النقل الرياضي وطبعاً حديث مطول بقى عن انتصارات الأهلي واقتراب حصد لقب الدولي اللي هو اللقب اللي دايماً يعني ودي حتة يعني تستحق نحن نقف عندها ونتأملها شوي مهما شارك الأهلي في بطولات قرية وعالمية وكسر عالم الأندية كالعادة عند كل الأهلوية كمشجعين وجماهير كلكم وجميل ومحبوب ومطلوب جداً لكن لقب الدوري وضع تاني بين خسين وخصوصاً لو كان غايب عندنا بقى له فترة فالحمد لله إحنا يعني بتفصلنا نقطتين بس عن حصد اللقب والموسم ده من الدوري الممتاز إن شاء الله خير بإذن الله مبارح طبعاً الحمد لله فوزنا فوز مهم جداً في الدوري على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين الماتش تلعب على أستاذ الجيش في برج العرب في اسكندرية طبعاً الماتش ده كان من ضمن مؤجلات الجولة الواحد وعشرين اللي حصل كالآتي سيطر النادي الأهلي على معظم فترات المباراة وضغط بمنتهى قوة مع الدقائق الأولى ليصمر هذا الضغط عن العديد من الفرص التهديفية اللي الحقيقة استغلها النادي الأهلي بفضل الكثافة الهجومية وكمان إتقان اللمسة الأخيرة تقدم الأهلي بالهدف الأول في الديئة عشرة من ركلة جزاء سندتها بمنتهى المعلمة والاحترافية عالي معلول كالعادة ويأضاف محمود كهرباء الهدف الثاني في ديئة 13 من تمريرة نميسة جداً لفيرسي تاو اللي وضعوا في مواجهة مباشرة مع المرمى بكده بيرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 75 وده بيقربوا بقوة من حسم الدرع بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الـ 42 الحقيقة طريقة اللعب كانت قوية جداً وحماسية جداً وسعى النادي الأهلي من أول لحظة أنه يضغط على دفاع الاتحاد السكندري عشان حتى يمنعه من أنه يبني أي هجمات أو أنه يحاول يستخرس الكورة بأي حال من الأحوال طبعاً ده كان بيحصل مع التواجد بكثافة في التلت الهجومي للمنافس لهز الشباك مبكرة وموقات كان الحمد لله وفعلاً فوز مهم جداً ومطلوب جداً بكده بيقترب الأهلي من حسم اللقب للمرة الـ 43 في تاريخه محتاجين نقطتين فقط لغير لحسم اللقب الدوري رسمياً طبعاً بعد ما وسع بقى الفرق بين النادي الأهلي وبين بيرامد صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط وبالمناسبة بيرامد متبقي ليه 3 مباريات في المسابقة قدام سيراميكا كليوباترا وطلاقة جيش والنادي الأهلي طبعاً ده بقى اللقاء المرتقب والمنتظر واللي بغض النظر عن أي حسابات الماتش ده ديربي لوحده بطولة لوحدها ليه خصوصية شديدة جداً كالعادة وده من قديم الزمان الآية اللي طبعاً هيواجه نادي الزمالك في المباراة القادمة يوم الخميس الجاي إن شاء الله على أستاذ القاهرة وأكيد بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا فرسي تاو مفرحنا بقى له فترة ومتقلق جداً بقى له فترة مبارح فرسي تاو حصل على جائزة أفضل لعب في المباراة الحقيقة يعني يقدم أداء خوي جداً وينجح في أنه يمرر الكورة لكهرباء ودي اللعبة اللي سجل منها الكهرباء الهدف التاني للنادي الأهلي فرسي تاو لو رأبنا كده المتشاط الأخيرة حنلاقي إنه متقلق بقى له فترة وتخلصاته للكورة بتتم بمنتهى البراعة ودايماً ده بيسفر عن حلول ونتائج كويسة إما هدف أو أضع في الإيمان صناعة هدف فالحقيقة كلنا واغدين بقى لنا من التقلق الجميل اللي عليه بيسيتاو وغيره من اللعبين حياة في الفترة الأخيرة تعالوا بنا نروح للتصريحات كولر اللي طبعاً أعرب عن ساعته بالفوز وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قال بدأنا المباراة بشكل أكثر من رائع وسجلنا هدفين ثم حدث نوع من أنواع الطمأنينة وبدأ الاتحاد السكندري يدخل في أجواء المباراة ويخلق العديد من الفرص الخطيرة لكن خبرات لعبي النادي الأهلي تفوقت على صعوبة مباراة الاتحاد ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة قال كمان أنه طالب اللعبين بين الشوطين بأنهم يركزوا جداً وأنهم يكونوا بيلعبوا بمنتهى الهدوء وأنه يعني بيلتمس العزر ليهم بعدما الحقيقة الفريق قدى موسم أكتر من رائع وتعرض لحالة ضغط شديدة جداً من الإجهاد عموماً هو قال كلام كتير تعالوا نأخذ فكرة كده مبسطة عنه من خلال هذا التقرير تفضل ونحن نحن نفقد قائمات قائمة ونحن قمت بخير كثيراً قمت بخير كثيراً جثناً قمت بخير كثيراً عملنا كل شيء وعليضناها في أول 12 دنها وانا جلعنا بعد ذلك حصل حالة من التراكي وبدأ اللاعبة تتصور ان احنا هنقدر نكمل المطش كده لوحده وهو كل حاجة تامشي لوحدها وحنكسب كده من غير ما نعمل اي مجهود بدأ الاتحاد يخش في المباراة الاتحاد خلق في شرط الاولاني اكبر عدد من فرص يتخلق علينا ما ان اي فريق في الدوري من اول الدوري في شرط واحد خلق فرص كتير جدا لكن حظنا الحلو انها ما جاتش جوان دخلت بين الشرطين اتكلمت مع العيبة بشكل شديد شوية وقلت لهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نكمل على كده وان احنا لو لعبنا شرط التاني بنفس الطريقة بتاعت شرط الاولاني دي حيخش فينا جوان اكيد طلبتهم بالتركيز والهدوء وديت بعض التعليمات شرط تاني كان احسن شوية لكن انا عزر اللاعبة جدا بيبقى صعب جدا بعد موسم طويل زي الموسم اللي احنا عملناه بعد ما بتقدر ان انت تتحقق كل اللي احنا حققناه في الموسم ده لعيبة عملت مطشات هيلة لمرحلة كلعيب كرة زي ايه انسان خلاص بتبقى ذهنيا مش قادر رجلك بتبقى انها مش قادرة تشيلك مش قادرة انها تدي الاوامر عقلك بينفزها هو مش قادر تركيزك بيقل الرغبة بتقل الحماس بيقل كل ده طبيعي جدا وانا مقدره جدا لكن اللاعبة دست على نفسها شط تاني وحاولت انها تعمل كل حاجة انها تطلع من الموضوع ده بشكل كويس خبراتنا ساعدتنا كتير الخبرات اللي عند اللاعبة اللي عندنا قدرت انها اتغالب على ماقف ده واته اتغالب على السعوبة دي وإدلتنا تواصل للموضوع الرغم برا العمان ونحن نتلع بل مكسابي مهمتلات سنقاطع السمارة الكبير. سنقاطع السمارة المثال كنانا. سنقاطع السمارة الآن. السمارة الثانية لقد اثناء وخفتانا. لأن جنباً حينما جزيلاً، لأننا لم تكن عمل كثيراً للجلد من المشكلة. لأنها المستقبلة لك. لأنهم لديم للمشاكل لديهم. كانت تولتي. ممكن جدا طبعا ان الجنين اللي جون بدري زي ما انا قلت في الاول ان هما قدوا لحالة من التراخي ان احنا فقدنا الشدة بتاعتنا فقدنا تركيزنا شوية. وبدأت لعبة تحس ان الموضوع ماتش سهل وحيعمشي لوحده. لكن لعبت الاتحاد وعلمتهم درس ان هما لما تتراخى ممكن اي فرقة انها تخلع عليك فرص. وده اللي هعمل والاتحاد خلع علينا فرص تير جدا في شوط الاولاني. وده لان احنا مكناش مكناش بقفين بشكل مزبوط دفاعيان كمان. خطوطنا مكانش متقربة في شوط الاولاني كان في عامية استهتار شوية في شوط الاولاني. لكن احنا تضارحنا ده في شوط تاني فممكن فعلا الجنين دول قدوا اللعبة استسهلة الموضوع شوية. طيب ده كان جانب من تصريحات مستر مارسل كولر في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده عاقب انتهاء مباراة الامس. تعالوا بقى نروح لمنتخب مصر الاولمفي تحت سن 23 سنة اللي الحقيقة قد مباراة كبيرة جدا. رغما بان هو تقريبا يكاد يكون لعب الموتش كله بعشر لعيبة بس. يعني باستثناء اول عشر اتناشر دقيقة. لكن بقيت الجنب الكامل لعبه بعشر لعيبة فقط. امام منتخب المغرب القوي. طبعا بغض النظر عن نتيجة المباراة والخسارة. لازم نتوجه بتحية كبيرة لكل اللعيبة وما ننساش نقولهم مليون مبروك. التأهل لأولمفيات باريس عشرين اربعة وعشرين. بس احنا مش عايزين مجرد التأهل. احنا مستنين منكم ميداليا اولمبية ان شاء الله. لازم نشيد كمان باداء جميع اللعيبة. وطبعا يعني هدف منتخب مصر الاول اللي احرزه مباراة محمود صابر اه او اللي احرزه في المباراة يعني محمود صابر. هدف عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكن للأسف الشديد فرحتنا به ما كملتش اول انه اخذ طرد بعدها وكان مفاجأة مش لطيفة الحقيقة. وسبب خيبة امل كبيرة للمنتخب المصري. وكلنا طبعا كنا زعلانين واحنا بنتابع اللعب. وهو خارج بيبكي. وهو خارج يعني برا ارضية الملعب. حابين كمان نشيد بميكايالي اللي هو مدرب منتخب مصر الاولمبي اللي يعد بمثابة جورديولا المنتخبات. المنتخبات الناشئين حول العالم الحقيقة. عايزين نقول ان عدم الفوز بامم افريقيا اكيد شيء احزننا. لكن في النهاية هو مش نهاية المطاف. لازم نبدأ الاعداد الجيد للولمبياد من الوقت. عشان نقدم اداء قوي. ونوصل لهدفنا بتحقيق ميدالية اولمبية. ان شاء الله. كل الشكر والتقدير والامتنان للجهاز الفني والاداري. ولكل اللعيبة الموجودين في المنتخب الاولمبي على الروح القتالية. اللي ظهروا عليها في الفترة الاخيرة. وطبعا رغم خسارة نهائي يعني امم افريقيا تحت سن 23 سنة. ورغم ان احنا كنا من لاعب المنافس القوي. واحنا نقصين لاعب. لكن الحقيقة يعني كسبنا منتخب قوي. متأهل للولمبياد ان شاء الله للمرة التانية على التوالي. وده انجاز رياضي كبير قوي. يعني للرياضة المصرية بشكل عام. شكرا للاداء المشرف خلال البطولة. وخصوصا في اللقاء النهائي امام المنتخب المغربي صاحب الارض وصاحب الجمهور. وده الحقيقة جيل واعد جدا للمنتخب الاول بعد كده. ولمستقبل كرة القدم المصرية. لازم نقف شوية ونحيي كتير حارسنا حمزة علاء اللي حصل جائزة افضل حارس في هذه البطولة. وكمان لازم نهني ابراهيم عادل اللي حصل على جائزة افضل لاعب في هذه البطولة. طبعا يعني جماهير النادي الاهلي واقفة بشكل استثنائي. وبتحيي طبعا حمزة اللي هو برضو يعني نقدر نقول ايه. في المزيد من الطمأنة بالنسبة كجماهير للنادي الاهلي ان احنا بسم الله ما شاء الله. يعني احنا عندنا سكواد محترم. وعلى صعيد حراسة العارين النادي الاهلي برضو عندنا سكواد محترم جدا. المنتخب المصري لألعاب القوة. فاز بخمس ميداليات ذهبية في منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية المقامة خلال الفترة من خمسة حتى خمستاشر يوليو في الجزائر. الحقيقة اداء مميز جدا. وعندنا ثقة في بعثة المنتخب المصري للرفع الافقال هو كمان في انه يواصل تحقيق الانجازات والميداليات في منافسات الدورة دورة الألعاب العربية. لازم نشيد بكل اللعيبة. مصطفى الجمل الحقيقة حقق ميدالية ذهبية في مسبقة رمي المطرقة. كمان تواجد اسراء عويس بالميدالية الذهبية في الوثبق الثلاثي. وحققت رقم مصري جديد. كمان فازت نفس اللعيبة اسراء عويس في الميدالية الذهبية في مسبقة الوثبق الطويل. انجازات محترمة جدا. كمان مصطفى عمر حقق الميدالية الذهبية في مسابقة دفع جلة. ويهاب عبد الرحمن حقق الميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح. كلها ميداليات ذهب بسم الله ما شاء الله. مليون مبروك. وكمان مليون مبروك للمنتخب مصر. الفوز بالمركز الاول في بطولة افريقيا للشباب والناشئين اللي اقيمت في المغرب حققوا اتنين وعشرين ميدالية. سبعة ذهب وسبعة فضة وتمانية برونز. كل الميداليات اللي يعني الحقيقة بتتحقق بشكل اسبوعي تقريبا في مختلف الالعاب بتأكد على حاجة واحدة. ان الرياضة المصرية هي قوة النعمة اللي بترفع دايما رأي مصر عالية في جميع المحافل الرياضية. نروح بقى للمطولة الافريقية للبوتشا لاستضافتها مصر على صورة حسن مصطفى في مدينة ستة اكتوبر واللي انتهت فعالياتها بالفعل. نجح المنتخب المصري في الحصول على ست ميداليات. اربعة على المستوى الفردي وميدالية في الزوجي وميدالية في الفرق. كمان نجح السنائي هناء علام ومحمود نبوي في التتويق بالميدالية الذهبية والتأهل لباراليمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين. تعد هذه هي المرة الاولى في تاريخ مصر اللي بتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الالعاب الباراليمبيا. الحقيقة النجاح اللي حققوا منتخب مصر في البطولة الموسم ده حلو جدا وبالذات لو قررناه بالمشاركة في البطولة اللي فاتت في جنوب افريقيا. طبعا احنا كمان متعشمين في ما هو اكبر من كده وابعد من كده. متعشمين في المزيد من الفرق المتأهلة ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية بناء على خطط الاعداد طبعا والتأهيل الخاصة بالمنتخبات الفاراليمبيا. نروح بقى لموضوع مختلف. الخماسي الحديث مصر حتستضيف بطولة العالم للشباب تحت سن 17 سنة ان شاء الله في الفترة من 10 الى 17 يوليو في اسكندرية بمشاركة 35 دولة بيمثلها اكتر من 350 لاعب ولعبة. الاتحاد المصري للخماسي الحديث بيعمل على قدم وصاق من اجل التنظيم بطولة على اعلى مستوى. مصر الحقيقة عندها كوادر تنظيمية اكتسبت كمان خبرات كبيرة اوي وخبرات عالمية خلال السنين اللي فاتت تضمن لنا حسن التنظيم خصوصا وان مصر اصبحت بالفعل قبل البطولات العالمية وتقريبا من نظم سنويا بطولة عالم سواء للكبار او للناشئين او للشباب. ده بيعكس ثقة الاتحاد الدولي في التنظيم المصري اللي دايما بيكون في افضل صورة الحية. طبعا لأول مرة حيتم تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث في بطولة العالم وهو الشكل اللي حيتم تطبيقه بمجرد انتهاء اولمبيات باريس عشرين اربعة عشرين واللي بيحتوي على مسابقة الموانع بدلا من الفروسية وده كان بناء على طلب اللجنة الولمبية الدولية. حاجة حلوة قوي لما نقعد نتكلم مع حضراتكم كل يوم التاني ونستعرض نجاح مصر في تنظيم فعاليات بطولة كبرى او بطولة عالم او كاس عالم في اي رياضة من الرياضات. الكلام ده كان حلم بعيد المنال في سنين فاتت. فكرة او مجرد التفكير في ان انت تتنظم بطولة وبطولة عالم في مصر. كانت الناس ممكن تندهش قوي لو حد ده بس مجرد رمى جملة زي كده. لكن دلوقتي ده ده بيحصل. وبيحصل يعني كل كم شهر بيكون عندنا بطولة عالمية بتنال استحسان كل الاطراف الناس اللي مشاركة الوفود المشاركة. الصحافة العالمية اللي بتجي بتغطي الحدث حاجة عظيمة جدا وعايزين نستمر على هذا المنوال. مصر كمان فازت لأول مرة بتنظيم النسخة التسعتاشر من البطولة الافريقية. ليه رياضة انا عن نفسي ما كنتش سمعت عنها بكده الحقيقة اسمها الكوارش. ودي حتم في الفترة من تسعة الى تلتاشر يوليو الجاري في استاد القاهرة الدولي. الرياضة دي هي واحدة من الالعاب الانتابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسنج. وبتشهد البطولة مشاركة اتنين وعشرين دولة افريقية باجمالي مية وخمسين لاعب ولاعبة من ضمنهم تلاتين لاعب من منتخب مصر. اكيد بنتمنى لهم كلهم التوفيق. انا فرهضت من كتر الاخبار. تعالوا بقى ايه ناخد بريك كده بشكل ضمي. ونتعرف بالمرة على درجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة وسط افريقان. ونرجع لكام. طيب دي درجات الحرارة النهاردة. طيب بالنسبة بقى للكام يوم اللي جايين بقية الاسبوع درجات الحرارة وحالة التقس بشكل عام. هتكون عاملة ازاي? احنا للاجابة على هذه التساؤلات منورانا على التليفون دكتورة منار غانم وعضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للأحصاد الجوية. صباح الفل على حضرتك دكتورة منار واهلا بيكي معانا في عشر الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي فان. اهلا بيكي فان. دخلنا بقى كده وبشكل رسمي في الأجواء الصيفية. يا ترى الأسبوع ده ان شاء الله درجات الحرارة ممكن توصل لكام? هل من المتوقع ان احنا نشهد اي موجات حرة بشكل استثنائي؟ بالفعل يمكن احنا خلاص بدأنا الأجواء الصيفية الاتفاع في الحرارة والاتفاع نسبة بكوبة انها العامل المهم جدا في احساسنا بدرجات الحرارة. ممكن احنا مكملين في درجات حرارة حول المعدلات. عظم على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مقوية على مدار هذا. لكن في السمرة لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية مؤظمها قادمة من على البحر المتواصل فتتحمل بكمية كبيرة من بقار المياه. فترتفاع كبير في نسب رتوبة. فنحس درجات الحرارة اعلى طبعا من ال 35 والاربعة وتلاتين. درجة الحرارة المحسوس نتيجة ارتفاع نسب رتوبة اعلى من درجة الحرارة اللي احنا دايما نقولها في النشرة بحوالي درجة لتلات درجات. درجة الحرارة نحسها لو تكون 37 و38 درجة مقوية بسبب ارتفاع نسب رتوبة. كمان في زيادة لفترات تطوع عشان الشمس بالشكل السبير خلال فترات النهار ده يساعد على احساسنا بارتفاع درجات الحرارة. لشين كده تقصي الاسبوح يكون تقصي حر رتب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا السواحل الشمالية. المحافظات المطلة على البحر المتوسط. يمكن هنلاحظ الارتفاع في درجات الحرارة كمان في المناطق الجنوبية. جنوب السعيد هتوصل ل43 درجة مقوية. واحيانا في بعض المعاد توصل ل44 درجة مقوية. فطاقس الجنوب هيكون طاقس شديد الحرارة خلال فترات النهارة على شمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء. خلال فترات الجن مع غياب اشارة الشمس طبعا بيحصل انتفاض في درجات الحرارة. لكن ما بنحصل دي قوي ذلك ساعات الجيل المتأثر فترة الصباح الباكر. الاجواء هتكون اجواء معتادة للأهلاء الجمهورية. اليوم واحدة نهاية الاسباح هتكون في نشاط نسب الرياح. نحس بيه اكثر فترات المساء ساعات البيل. هيقلل احتفنا بنسب رطوبة فترات المساء فبساعد على فلطية الاجواء بعض الشيء. خلال فترات البيل لكن مش هيكون معنا فترات النهار. كمان يمكن احنا حذرنا من امس ان فيه اتراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. شواطق شمال البيلسة زي دمياط وبلطيم. وكمان سواحنا الشمالية زي الاستمدرية ومطلوب العالمين. في اتراب شديد في حركة الملاحة. هتكون معنا اليوم وغدا ان شاء الله. سرعة رياح على البحر المتوسط. هتكون ما بين سمتين لي سبعين كيلو متر على الساعة. وده بطيره طبعا هيقدر لي اتفاع الامواج على البحر المتوسط وغير مؤهل لكافة اعمال الصيد والملاحة البحرية واعمال التنزل. خاصة شمال البلدة والمناطق الموجودة في السواحل الشمالية الغربية. يعني السادة المصطفين على الشاطئ او السادة الصيادين قدر ان كانت تجنب منزول البحر خلال فترة. هو ده مش غريب حبتين في الوقت ده من السنة دكتورة منار. يعني عادة اللي حضرتك الكلمة عليه ده بيبقى اقرب شوية لاجواء الشتوية العاصفة. وغلق بغاز اسكندرية الى اخيره. لكن بتياري يعني وده عادي في التوقيت ده. يعني احيانا في بعض الايام في فصل الصيف طبعا بيحشد مشاط رياح بيقضي للسرب ملاحة بحرية على البحر المتصف. احيانا احنا في فصل الصيف بيبقى فيه رفع لرياتها على الشواطئ بسبب ارتفاع لامواج. فده طبيعي لكن مش طول فترة الصيف ما بتتكررش بشكل كبير. بس احيانا طبعا بيبقى فيه نشاط رياح بيقضي ليه ارتفاع امواج وهو مش هستمر معنا ان شاء الله هتكمل معنا بكرة لفين. ومع يوم التأكد ان شاء الله تهدأ. دكتور عاطر رياح بيبدأ في محفظ الامواج. وكون البحر يعني مواحة لكفظ اعمال السيد. على ذكر البحر والشواطئ والامواجة دكتورة مونار وحداك طبعا ست العارفين الفترة دي فترة موسم الاجازات بقى والطلبة في المدارس والمعاهد وكليات كلهم عندهم اجازات. وفي طبيعة الحال فيه ناس كتير بتنطلق وتنتشر في شواطئ مصر المختلفة. فيه توقيتات معينة ينصح ان احنا ما نتعرضش فيها بشكل مباشر لاشاعة الشمس. هاربا من اي يعني عارفة بقى الناس اللي بتجي لها ضربات شمس وحاجات كده بتحصر كتير على الشواطئ. ايه التوقيت اللي المفروض ما نتعرضش فيه بشكل مباشر لاشاعة الشمس. غير طبعا الاتراب اللي احنا موجود معنا النهارده وبكرة طبعا كلال فترة الزهيرة. من الساعة اتناشر الظهر للساعة تلاتة اربعة العصر. الفترة دي اللي بتتسجل فيها اعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. فاحنا دايما بنقول لو احنا حدين ننزل البحر يكون فترة الصباح الباكر حتى في ساعة اتناشر. وبعد كده نكون تحت الشمس. يات وبعد الساعة تلاتة اربعة نظر ننزل تاني. لكن فترة الزهيرة هي دي الفترة اللي بتتسجل فيها اعلى درجة حرارة على المدار الجوب كله. والتعرض المباشر طبعا لأشعة الشمسة. هيدا وده احتفنا بارتفاع درجات الحرارة. طبعا. لقدر الله ممكن ضمنة ضربات الشمس والسروق. فناخد بالنا بشكل كبير خلال فترة الصيف. من الوقت ده. حتى كمان لو انا موجود في الشارع بالأشغالي. لازم يكون معايا غطاء للشمسية او كاب اي شيخ مني من أشعة الشمس المباشرة. مهم كمان نوعية الملابس بقدر لأمكان تكون ملابس فتاحة تقولون ملابس فتنية. وطبعا تناول فترة كبير من المراتبات والسوائل ده شيء مهم جدا. خلال فترة الصيف. يعني احنا بشكل كبير. لو احنا خدنا احتياطاتنا وبشكل كبير ان شاء الله ما نحسل بارتفاع درجات الفرق. برضو على ذكر المصائف والسفر هل هل فيه شبورة مسلا ممكن تكون بتتكون في توقيتات معينة من الصباح الباكر برضو الناس اللي حابة تسافر بدري. يعني على العالي خلال 72 ساعة القادمة. مفيش تكون لشبورة مائية. لان احنا فترة الصباح الباكر هيكون معانا نشاط نسب الرياح. مش هيساعد على تكون الشبورة المائية. حتى كمان الشبورة المائية بفصل الصيف هي بيكون شبورة مائية خفيفة. ما بتأثرش بشكل كبير على حركة المروم. ممكن تأذين انتفاض تفليل في رؤية الاثقية. لكن هي وصلوا عنا بتتلاشة مع صباحة شهد شمس ما بتأثرش نهائيا على حركة المرومة. طيب برضو من ضمن الحاجات. وانا هنا مش بكلم حذك عن الاسبوع اللي جاي. انا بكلمك على فصل الصيف بشكل عام. يعني ابتدى يندع بقى في دول اوروبية. آآ ودول عربية كمان برضو شوية انعكاسات. اكيد دي علاقة بشكل مباشر من موضوع تغير المناخ. كالعادة حراء الغابات في كندا وبعض الدول الاوروبية. مؤخرا المزيد من الجفاف في نهري دجلة والفراط في العراق. حاجات زي كده. هل دي اشارة ان ان موضوع تغير المناخ لسه مكمل معانا انعكاسات والفترة اللي جاية دي مثلا سواء في الشتاء او في الصيف. وبالفعل تغير المناخ مكمل معانا. طول ما احنا لسه في زيادة للانشطة البشرية اللي بتتخدم الموقود الارسكوري وزيادة انطلاقها ذات الاحتباس الحراري. كمان احنا خلال الخمس او اعوامل القادمين من المنظمة العالمية الارساد الجوية. دي ظاهرة جوية هتأثر علينا اسمها النينيو. ظاهرة النينيو دي بتتكرر في درجات الحرارة. احنا كمان خلال يعني ممكن نقول العام القادم هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة او متوسط درجات الحرارة العالمية اللي بدورها بتأدي طبعا دي مزيد من التغيرات المناخية. فالتغير المناخ يمكن معانا. ويمكن كمان احنا بقونا لو اتخذنا احتياطاتنا وبدأنا نتأقلم مع التغيرات المناخية. وبدأنا نقلم الاتبعثات. مش في يوم وليلا هيحصل تغير في المناخ ويرجع تاني دي طبيعته. هياخد سنوات لحد ميرجع في طبيعته. فلسا مكملين في التغيرات المناخية. بس المهم ان احنا كبشر نمتنع عن الحاجات اللي تسببت اصلا في تغير المناخ. هو مش موضوع الوقود الاحفوري ده اتعملت بمجابه مؤتمرات دولية وقمم تم عاخدها قبل كده. هل وسطه الحاجة مرضية في هذا الاطار? هي المشكلة في التنفيذ. هي مش المشكلة فيها فيه قرارات طلعت وطلعت. لكن هي المشكلة في تنفيذ. ان احنا نبدأ نمنع. هي مش قرارات ملزمة? وعلى صعيد اممي? ودولي? هي القرارات بتبقى موجودة. في بعض الدول بتوافق عليها. في بعض الدول ما بتوافقش عليها. وحصف ان الدول الصناعية الكبرى. لانك احنا احنا امبعثات غاز الثاني اكتوز الكربوني. ممكن ده اهم مغاز من مغازات الاحتباس الحراري. احنا بنشكل او الدول النامية او افريقيا نفسها بتشكل نسبة ضئيلة جدا بتزبط الانبعثات. لكن الدول الصناعية الكبرى هي النسبة كبيرة اللي تبقى موجودة فيها. وطبعا مش هيقدروا يعني يبطلوا استخدام الوقود الاحتوري. ده منهم دولة في مقدمة الدول الصناعية العالمية. كانت في وقت من الاوقات صرحت بانها خراص حتمتنى عن استخدام الفحم تحديدا. ورجعت بعد منها بكم شهر سحبت الكربتين دولو كأنها ما لتهاش اصلا. بالفعل بسبب الشروب وسبب اللي بيحصل فيه. فانت بدأت تستخدم تاني الغذات وبدأت تستخدم تاني الوقود الاحتوري بشكل كبير والفحم كمان. فبدأوا دلوقتي يعملهم دعم للتكيف مع الثغيرات المناخية. مش ان احنا نقلم البعثات. لا احنا بدأنا ندعم نحنا نتكيف خلاص. ليه تغير المناخي موجود. نبدأ نتكيف معاني دعم بقى البنيا التحتية. نبدأ نزود الحجم المزروعات والاقتصاد الاخضر. لكن ان فكرة ان احنا نقلم بعثات ده امر. يعني مفروض يحصل. بس طبعا دول الصناعية كلمة بيتوافق عليها. زي ما قلنا هي الدول الصناعية الكبرى هي اللي بتبقى مؤثرة بشكل كبير في فكرة التغير المناخي لزيادة للبعث. والله لنا الله يا دكتورة منار احنا كده مش هنتكيف مع التغير المناخي ده احنا هنولعب ومجاب وان شاء الله في الفترة اللي جاية لو فعلا الدول الصناعية الكبرى فضلت ماشي على نفس المنوال. هنقول ايه غير لنا الله. فشكرك على وجودك معنا نورتينك العادة دكتورة منار غانم. شكرا جزيلا لوجودك معنا في عشر الصبح في الاهلي. خلونا بقى نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل الفضل. عودة لعشر الصبح في الاهلي اهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا بقى نتعرف على اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي من قلب النادي الاهلي وتحديدا فرع الجزيرة حيث تتواجد مراتنا العزيزة ماريم سميح. صباح الفل عليك يا ماريم اتفضلي احنا سمعينك. صباح عليك يا كريم وصباح لكل مشاهد قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وطبعا يعني بداية الاسبوع وعشر الصبح من الاهلي ومن داخل مقر النادي الاهلي بقى الجزيرة. هيكون معايا كل امور ومستجدات الخاصة بقى النادي الاهلي سواء الفريل اول لو قرة القدم او ايضا الفرق الرياضية المختلفة وطبعا الاجواء من داخل المقر هنا بالجزيرة. خلينا ابدأ معاك طبعا بقى الفريل اول لو قرة القدم واكيد بضم صوتي لصوتك والكل الاهلوية وببارك للنادي الاهلي خلاص يمكن نقطتين فقط بتفصلنا عن الاحتفال رسميا ببطولة الدوري ال تلاتة واربعين. يمكن خلاص عقب الفوز على نادي الاتحاد سكندري مساء امس طبعا السبت بنتيجة اتنين صفر بثنائية علي معلول ومحمود كهرابا. الحقيقة يعني ان كانت مباراة كبيرة جدا على الرغم من الاجهاد وعالرغم من ضغط المباراة اللي بيتعرض لي الفريل الاول لقرة القدم بالنادي الاهلي. ولا ان طبعا ان الحقيقة قدر الفريق ان هو يحسن مباراة ويقتلها في اول ربع ساعة طبعا في الشوت الاول. الحقيقة خلينا اقول ان بكده يكون النادي الاهلي بيغرد منفردا على صدارة ترتيب طبعا يعني جدول المباراة او جدول الدوري المصري بنقاط عدد نقاط خمسة وسبعين نقطة وبيتبقى لي نقطتين فقط علشان يكون حسم لقب الدوري التلاتة واربعين يمكن نعاقب انتهاء المباراة قرر طبعا الا مدير الفني مارسال كولر للفريق ان هو يمنح اللعيبة يومين اجازة تمانية واربعين ساعة اجازة يمكن النهاردة وبكرة هيب اجازة وهيرجعوا يستقنفوا طبعا تدريباتهم على ملعب مختار التتش بدءا من يوم الثلاثاء وكمان هيستقنف كمان التدريبات يوم الاربعاء استعدادا لمباراة القمة طبعا امام نادي الزمالك اللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس المقبل الموافق 13 من يوليو الجاري هتقام فيه تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب الساد القهرة وده بيأتي ضمن الجولة الواحد وثلاثين من عمر طبعا اكيد الدوري الممتاز وزي ما احنا عارفين ان مباراة الامس امام الاتحاد سكندري كانت مؤجلة من يعني جولة الواحد وعشرين يمكن نادي الاهلي لعب تسعة وعشرين مباراة على مدار الاسابيع الماضية لم يتلقى فيهم اي هزيمة تذكر طبعا والحقيقة ان احنا نتمنى كل التوفيق للعبتنا ان شاء الله يوم الخميس امام نادي الزمالك ويكون بقى كده حسامنا الدوري ويكون طبعا البطولة المفضلة تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي ويكون مستقرها هنا طبعا مستقرها الطبيعي داخل دولاب البطولات بمقر النادي الاهلي بالجزيرة خليني بقى يعني يمكن في يعني كرة القدم كمان يا كريم عايز اتكلم شوية عن المنتخب الولمبي الحقيقة ان احنا شفنا مباراة كبيرة جدا مساء امس طبعا امام منتخب المغرب ويمكن نهائي كأس الموم الافريقية تحت 23 عام الحقيقة ان منتخب مصر الولمبي قدم مباراة كبيرة جدا يمكن استمرت 120 دقيقة طبعا بعد الوقت الاضافي والحقيقة كمان انه يمكن لعبتنا لعب ونقصين من بعد بدء المباراة بحوالي تلت ساعة فكانت مباراة صعبة جدا على جميع المقاييس والحقيقة طبعا هي كانت بتقام على ارض منتخب المغرب في حضور جماهيري ايضا فالحقيقة يعني ان كانت مباراة صعبة جدا ولكن طبعا رجالتنا رجالة المنتخب الولمبي قدروا ان هم يعني يحققوا فيها الحقيقة ان هم شرفونا وعلى الرغم من خسرتهم بنتيجة 2 واحد ولكن الحقيقة ان احنا كل الناس مبارح زي ما انت تبعت اكيد يا كريم وكل طبعا جماهير الكورة المصرية تبعت قد ايه انه فيه اشادة كبيرة بالمنتخب الولمبي حقيقة انه هو قدر طبعا يعني ده انجاز كبير وقدر انه هو يحسم التأهل لأولمبياد باريس 2024 اللي هتقام فيه الصيف المقبل ان شاء الله او الصيف من العام المقبل 2024 وده للعام الثاني على التوالي يمكن كمان لعبنا بقى او حارس مرمى النادي الاهلي حمز علاء على مدار البطولة قدم يمكن اداء كبير جدا واداء يعني يمكن متميز شفناه كلنا وكل الناس اشادت به الحقيقة وامبارح يمكن قدر انه هو يصد عدد كبير جدا من الكرات العرضية وشفنا اكيد انه هو يعني انقذ مرمى منتخب مصر الولمبي من عدد من الكرات الصعبة والحقيقة انه هو على مدار البطولة لم يتلقى اي يمكن اهداف فيه خلال الاربع مباريات الماضية وده اللي خلاه يحصل طبعا على افضل حارس مرمى في بطولة كأس المؤفرقية تحت 23 عام فاكيد بنتمنى له كل التوفيق فيه اكيد خطواته المقبلة سواء مع المنتخب الولمبي او ايضا مع النادي الاهلي خلينا بقى انتقل معاك يا كريم للالعاب الاخرى والحقيقة انه دلوقت يعني معانا اخبار او الخبر الاخير معانا عن طبعا اكيد فريق النادي الاهلي لكرة اليد الحقيقة ان طبعا اكيد مباريح تم الاعلان عن قرعة كأس الابطال الدولية لكرة اليد نسختها ال 54 واللي هتقام في الفترة من 14 حتى 18 من اغسطس المقبل ان شاء الله هتقام في البصنة والحقيقة انه يمكن فيه عدد كبير جدا من الاندية ينضم لهذه البطولة خليني اقولك طبعا الاندية اللي هتكون موجودة بجانب النادي الاهلي المصري الحقيقة ان برشلونة الاسباني ايضا مومبيلي الفرنسي زغرب الكرواتي ويورو فارم المقدوني وسيلي السلوفيني وايضا سلوجا دوبوي البوسني وفويفودينا السربي الحقيقة انها تكون موجودة 8 فرق ويعني تحديدا 7 فرق بجانب النادي الاهلي وهيشاركوا في هذه البطولة ويمكن اصفرت القرعة عن وقوع النادي الاهلي في المجموعة الاولى مع يمكن 3 اندية اخرى وهم مومبيلي الفرنسي ويورو فارم المقدوني وسلوجا دوبوي البوسني وايضا يعني يمكن عايزة انبه ان متصدر المجموعة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية نتمنى كل التوفيق لفريق كرة اليد باقي النادي الاهلي خليه بقى نقلك الاجواء اخيرا يا كريم داخل مقر النادي الاهلي باقي الجزيرة يمكن على مدار السابيع الماضية او تحديدا 10 ام الماضية كان يعني بيشهد مقر النادي الاهلي باقي الجزيرة غياب بعض الاعضاء عن التواجد اكيد داخل المقر يمكن بعد انتهاء الاجازات بشكل رسمي خلاص النهاردة يمكن بيشهد المقر اقبال شديد جدا من الاعضاء الحقيقة متواجدين منذ صباح الباكر علشان يعني يمرسوا هواتهم المفضلة ونشاطاتهم المفضلة ايضا داخل مقر النادي الاهلي باقي الجزيرة طبعا دي كانت كل اخبارنا وكل اجواء من داخل النادي الاهلي بشكرك جدا لعودة ليك مرة اخرى دانيا لبشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة شكرا جزيلا لك زمالتنا العزيزة طيب احنا دلوقتي حنطلع فاصل لحضرات بس عودة العشر الصفحة في الاهلي اهلا من كل حضراتكم مرة ثانية وتحديدا اهلا بيكم في غولة فخراتنا الحوارية الحقيقة رياض التايكوندو من الرياضات اللي احنا متفوقين فيها قريا وعالميا وكمان اولمبيا تعالوا بقى نعرف تفاصيل هذا الامر ايه من المنبع بقى شخصيا احنا النهاردة بنوارنا طبعا ضيفي العزيز اللي بنوارني ومشرفني هو سيادة المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو صباح حرفونا على حضرتك صباح خير يا كريم اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك انا متشكر للمقدمة اللطيفة دي يعني انا اتشرفت ان انا كن هنا من حوالي 16 شهر في شهر مارس 2022 والحمد لله بعد 16 شهر يعني زي ما نادي الاهلي بيقدم انجازات للرادة المصرية وقناة النادي الاهلي بتحفظ على نجاحها فجميل برضو ان انا بقى موجود النهاردة معاكم نتكلم على انجازات بقى الاتحاد المصري في خلال الفترة الحالية ووسائل بالنسبة ان احنا كمان متشكر في موجود حضرتك معانا طب 16 شهر دول ايه اللي حصل اللي حصل حاجات كتير زي يعني احنا بداية يعني حاولنا ان احنا نكمل اللي انتهي ليه مجلس الدراء السابق لكن كان عندنا صعوبات في ان طبعا سنة الحياة التغيير والتطوير والتحديث وهكذا فطبعا يعني بعد اولمبياد توكيو زي ما بيحصل في مصر زي ما بيحصل على مستوى العالم كله فيه لعيبة بتواجه ظروف اجتماعية من جواز من عمل من مجهوليات من اعتزال الحمد لله سيف عيسى وهدايا ملك فطبعا كان عندنا التحديات دي يعني ان فيه ناس ان شغلت لدراسات وليع اعمال والزروف اجتماعية والاعتزال والاصابات فكنا لازم ان احنا نبتدي بقى الاختيار الجديد وبناء يعني منتخب جديد بالزبط كده وتجديد الدم بتاع منتخب مصره وتغيير جلد منتخب مصر على بقى اكثر من المحاور حققتوا ده من خلال ايه الالية اللي مشيتوا عليها فبالتالي وصلتوا لده والله طبعا اول حاجة ان ما نقدرش ان احنا نستبعد العناصر الخبرات اللي كانت موجودة والعناصر كمان الوعيدة اللي هي خلت طموحاتنا ان احنا نكمل بيها زي مثلا سيف عيسى زي ميسون ايهاب دول خبرات من اولمبياد الشباب في نانجنج الفين وخمستاشر اه ابتدينا مع الانتقابة من خلال بطلات الجمهورية والتصفيات اللي اتحاد عملها وكان بيتابعها المشرف العام على المنتخب المهندس محمد اجيزا احنا ننتقي العناصر الوعيدة اللي هي عندها الخامة اللي تنفع انها تبقى بطل دولي او بطل عالم عندنا كمان عنصر ثالث اللي هو المشروع القومي للموهبة البطل الوليمبي سواء على منتخب او على مستوى الناشئين او الشباب وده مشروع مهم جدا جدا ده مشروع الدولة والوزارة بتحتمي بيه جدا جدا وبالفعل بيقدم عناصر كويسة ابتدينا نستعين بالعناصر الكويسة دي اللي فيه رقم اربعة يعني علينا بقى من كفاءة اللعيبة اللي كانت موجودة وكانت محتاجة تطوير في اداءها كانت محتاجة تعديل في فنياتها وهكذا ودخلنا دول كلهم بقى يعني زي ميقولوا كده بقى بوطقة واحدة خرطوا كلهم مع بعض مع جهاز فن محترم عندنا مع مشرف احنا مدين لكل صلاحيات علشان بإذن الله تعالى يقدم لنا حاجة كويسة لمصر والتيكوندو المصري في أولمبياد باريس والحمد لله خرجنا بمنتخب حاليا الحمد لله الرقم اثنين ورقم ثلاثة بنفسه رقم واحد ما عندناش ميزان فاضي كل الأولاد عندنا عندها طموحات ما فيش ولد أو بنت بيطلع بطولة عالم أو بطولة رسمية أو بطولة دولية إلا بيبقى عنده استعداد وعنده شغف أنه يرجع بميداليا البلد وده ظهر الحمد لله في نتائجنا كلها في خلال عام عشرين وعشرين دورة الألعاب البحر المتوسط اللي شاركنا فيها كانت البعثة برئاسة العميد خالد محمود ناب الرئيس الحمد لله احنا عملنا فيها أربع ميداليات في سابقة تاريخية للتيكوندو منهم ميدالية سيف عيسى الدهب هي اللي نقلت بفضل الله مصر من الترتيب السابع للترتيب السادس وتقدمنا على سربيا في الترتيب العام للبطولة هل الاتحاد عند حضرتك ساعات برضو في شغل الاتحادات الأمر لا يخلو من وجود معوقات نواقص ندرة أو قلة تمويل هل عندكم أي مشاكل من النوع ده؟ الحاجات اللي حرك بطولة دي بتواجه كل الاتحادات مش في مصر بس في العالم وخصوصا كمان مع الظروف الاقتصادية اللي طريقت لكن خليني أن أنا أقول لحضرتك اعترافا يعني أن الوزارة برئيسة الدكتور أشف صبحي اللجنة الأجوية متعاونة معنا جدا اسم التايكوندو الحمد لله بيكبر فبالتالي برضو الرعاة والمسؤولين بيساعدونا على جلب رعايات للاتحاد فيه ظروف آه فيه ظروف بس مش لوحدة للكل لكن تقريبا يعني محدش بيعرف يشتغل غير من خلال هذه الظروف تحت ضغط يعني ولما بيجي النجاح وبيجي الإنجاز بفضل الله في ظل هذه الظروف بيبقى ليه طعمة اه بس يعني لما يكون نجاح بيتحقق ونجاحات مدوية وفيها استدامة إلى حد ما فيها متكررة بشكل لافت للأنظار المفروض بقى أن المعوقات يتم تسديلها المفروض أن النواقص تكتمت ولا سيامة حتة الدعم أنا عارف اللي طبعا يعني بطبعات الحال كرة القدرمية اللي دايما بتاخد الشريحة الأكبر من طرطة المعلنين أو الإعلانات أو الرعاة فأنتو عاملين ايه في الإطار ده فيما يتعلق بالرياضة دي تحديدا من بداية الدورة احنا كنا اعلننا عن رعاية ومن خلال منقصة ومن خلال إجراءات كانت بتشرف عليها وزارة الشباب والرياضة وانتهينا من خلال هذه الإجراءات اللي احنا وقعنا مع الشركة طبعا بدون ذكر اسمها في البرنامج ثم بعد كده ابتدى يبقى فيه توقيع من خلال الشركة دي مع بنك مع شركة أخرى ويس يعني بقى فيه إقبال من المعلنين او طبعا كان برضو من قريب جدا قبل العيد بأيام قليلة كان فيه اجتماع عند سيد الدكتور أشف صبح وزير شابه الرغضة وكان فيه إعلان عن أن فيه شركة كبيرة في مجال التسويق الرياضي هتخش أطرع خمس اتحادات الحمد لله تم وقع الاختيار على التايكون دون هو يبقى اتحاد منهم زي ما حضرتك قلت كده بفضل الله ثم نتائجنا واستمرية الإنجازات في خلال 16 شهر دول وان شاء الله بإذن الله تعالى احنا منتظرين إعلان المؤتمر الصحفي واللي هنوقع فيه برضو العقد معهم الحاجات دي كلها مع الدعم اللي بيجينا من الوزارة مع الحاجات اللي أخدناها في مصر الدولية من أدوات تدريب للمنتخب من أدوات تدريب لإقامة البطولة مصر الدولية وكاس الرئيس دول هم بفضل الله يعني عملوا انفراجة الأزمة بتاعتها نحن كنا داخلين كانت الأمور صعبة شوية ماديا ومنحس الأدوات برضو هكذا فلا الحمد لله دلوقتي الوضع أحسن بكتير جميل يمكن من التمانينات أو ابتداء من التمانينات ابتدت تبقى فيه نسبة مشاهدة كبيرة جدا لأفلام الأكشن وبالتالي يبقى كتير قوي من مصريين حابين مثل رياضات زي كونج فو والتايكوندو حاجات زي كده وبالذات طبعا بعد أفلام بقى بروستي وجاكي شان وأفلام الأكشن الأمريكاني ففيه ناس كتير ممكن تبقى حبة وفيه ناس ممكن تبقى بتمارس على استحياء وبشكل غير احترافي ومحدش يعرف حاجة عن الناس دول يعني في القرى والكفور والنجوع والمحافظات حتى النائية في مصر أكيد فيه ناس لو اتخدوا وتحطوا في التراك الصح كنواة لأبطال مستقبليين ممكن ينتج عنهم شغل حلو قوي هل بتعملوا حاجة في الإطار ده؟ هل عندكم كشفين زي عالم كرة القدم كده؟ الكشفين عندنا الصورة بتاعتهم صورة غير مباشرة يعني ايه؟ يعني احنا عندنا الكشفين مننا فينا زي ما بيقوله لأن بند العيش لخبازه برضا احنا عندنا في أكتر من عضو مجلس دارة ولاد اللعبة وفنيين ولعبوا بطلات عالة فبتلاقي المشرف العام على المنتخب الأول المهندس محمد عجيزة بيعمل بطلات والتصفيات بتاع المنتخب وبيروح بطلات الجمهورية وبقاعد يبص على اللعب وزي مثلا ناخد حالة انطقة من بطولة كنا عاملينها في نادي 6 أكتوبر بطولة الجمهورية كنا مساملينها بطولة الجائزة الكبرى إنه كنا بندي فيها جواز مالية كبيرة الأول 5000 والتاني 3000 وهكذا انطقة منها جنة خطاب بنت 17 سنة اللي كانت لسه بتلعب بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة في بلغارية في شهر 8 خدنا جنة خطاب المنتخب الجازي فاني اشتغل عليها لابت بطولة العالم للكبار الشهر اللي فات يعني أطاحت بطلتين عالم منهم إحدى المصنفات بدون ذكر بقى الدولة اللي بتنتمي لها ولكن يعني هي حصلة على فضية أولمبياد توكيو 20-20 بنت 17 سنة المصرية كسبتها مش الجميل في إنها كسبتها بس الجميل إنها دخلت دور التمانية ولما خسرت من بطلة العالم بقى في دور التمانية طلعت تبكي وزعلانة وكان عندها طموح إنها تعمل مدالية في أول ظهور لها وخدت خمس عالم ورجع زعلانة وبتقابل الوزير والوزير سيدة الدكتور أشرف صبحي بيقابلهم في المطار ودخل زعلانة علينا فدي حاجة كويسة ده انتقاء ده صورة من الانتقاء الانتقاء التاني في الشباب والناشئين اللي هو طبعا بملف بيتولى المهندس مصفة أعلب كان علشان نطلع بطولة العالم زي ما نقولت الحرك في شهر 8 في بلغرية 20-2022 كان لازم بقى فيه انتقاء من خلال بطولات 14 سنة و 17 سنة انتقينا لعيبة اللعيبة دي يعني أنا بقول أن هي النوال لمنتخب مصر اللي جاي سواء الدورة دي أو اللي بعته انتقاء في منتخب البومز اللي بيشوف عليه المحاسب مجد طايل احنا لأول مرة من 2013 ربنا بيكرمنا ببرونزية في بطولة العالم في كوريا للبومز على يد أطفال صغيرين انتقاء فيه بطولة فيه منتخب البارا تايكوندو المصري اللي هو بيتولن ملف فيه محاسب حزم أنديل احنا لأول مرة بيبقى عندنا فريق كامل للبارا تايكوندو كامل مش بنلعب بولد وبنته فقط وهكذا لا فريق كامل اللي يبني بمصر الدولية وحققنا فيه بيكاس بطولة مصر الدولية برضو من باب تعريف المشاهدين ايه الفرق بين تايكوندو والبارا تايكوندو التايكوندو الأسواء بارا تايكوندو زاوي الهم وده حضرتك بينقاسم بقى لكذا حاجة عضوي أو حركي وفيه ذهني فيه بصري فيه حركي يعني احنا كنا عاملين بطولة جمهورية في الفيوم برعاية السيد وزير الشباب رادا وبحضور السيد محافظ الفيوم والقادات التنفيذية هناك دي كانت في آخر إبريل عشرين تاتة عشرين كانت مفاجأة للناس كلها ان شافت لعيبة تايكوندو لاعب غير مبصر كفيف هو غير مبصر لكن ربنا منقول لبصرته المفاجأة ان شافت لعيبة بتلعب على كرسي متحرك او لاعب زهن زي متلازم الدول كذا 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 ان شاء عرف ان في فرع باراليمبي في الرياضة دي احنا عملنا في توكيو مدالية فضة في الباراليمبيكس كان اللي عاملها بطل مصر محمد الزياد وحاليا سلم علي بطلتنا الدولية دي تالت العالم وتصنيف تالت وان شاء الله بنقاهلها ووراها ان شاء الله لما تتقاهل ان شاء الله الباريس دايما في عشر صحب الاهلي لما نكون من التكلم على اي رياضة في منها اوليمبي وباراليمبي لازم دايما نقف عند نفس التفصيلة دي اللي هي حاجة ملفتة للانظار ومن زمان اي بعتها في اي رياضة بعتها مصرية بتسافر عشان تشارك في دورة باراليمبية ابطالها بيرجعوا دايما محملين بكل الميداليات المتاحة والمتوفرة في البطولة دي ايه سر تفوق اللعب الباراليمبي المصري بالمقارنة بالباراليمبيين من دول العالم التاني والله ما كلهم عندهم نفس الحافز ونفس الإصرار ونفس العزيم مبدئين خلينا متفقين هو بيتمتع باراضة الاسواق نفسهم ما يتمتعوش بها هو عنده اراضة عزيمة وطموح ده رقم واحد اللعب المصري الباراليمبية وبأهل الإمكانيان ثانيا هو عاوز يثبت نفسه وعاوز يحقق ذاته ويعمل مجد نفسه والبلده والأسرته اللي وقفته وراءه في الأول رقم ثلاثة اهتمام القادة السياسية وخصوصا في الفترة الأخيرة من خلال السيد الرئيس وتوجهاته وده الاتحادات حاليا بتتماشى فيه مع تنفيذات أو خطة إن إحنا نقدر نخرج بإذن الله بطل أوليمبي وبطل براليمبي هم كمان الجزاء اللي سابتك بتقول عليها لما حسوا باهتمام الدولة بيهم لما حسوا باهتمام الاتحادات بيهم لما حسوا باهتمام الإعلام بيهم بقى عاوز يطلع كل حاجة كويسة بها طبع طبع وده برضو الحاجة اللي التحاد التايكوندو بيشوفها دلوقتي إن فيه اهتمام إعلامي بالتايكوندو المصري مش الموضوع كورى الدليل على كده إن الحمد للتايكوندو المصري مع حضرتك في قناة النادي الأهلي قناة كبيرة في خلال 16 شهر مرتين مع أن يعني معروف النادي الأهلي ألعابه كتير ولكن اللي يضغى على الكل في ألعابه وفي نتائجه وفي إنجازاته الكورى لكن القناة والنادي بيهتم بالألعاب الفردية زي الكاراتي حضرتكو دلوقتي وبذلك لما يكون ألعاب يعني محققة طفرة وعندنا أبطال فيها بيقفوا على منصات تتويج عالمية في بطولات عالم وكوس عالم ودورات أوليمتية ده حيث على فكرة يعني الاهتمام ده من كل الجهات اللي حضرتك تفضلت بذكرها ده مش تفضل من الجهات دي ده عن جدرة واستحقاق إحنا عندنا أبطال محتاجين اللي ينورهم اللي يلقي عليهم الدوق وهم كمان حسوا بهذا وقابلوه بمنتهى العرفان ورد الجميل يعني لما حسوا أن البلد بتهتمي ديهم وإحنا حضرنا كمان كرؤساء اتحادات مع سيادة الرئيس عفتاح السيسي احتفالية قدرون باختلاف وشفنا كم الاهتمام البالغ من سيادته ومن الدولة المصرية والحكومة المصرية بزاو الهمم لا شيء طبيعي أن فعلا ناخد من البطل البارالنبي ميدالية واثنين وثلاثة في المرحلة الحالية واللي جاي في الرياضة دي من المتسيدين العالم في هل دول أسيا مثلا ولا مش بالضرورة الطبيعي أن أنا أقول لحضرتك كوريا لأنها بلد اللعبة لكن أنا أريد أن أقول لحضرتك أن مع الوقت والطفر اللي بتحصل في مستوى العالم إحنا يعني ما بقاش في دلوقتي موضوع كوري بيكسب ومصري بيخبيل عكس يعني إحنا آياش حتى بطلتنا الدولية لسه محققنا ميداليا برونز في الجائزة الكبرى في روما الشهر اللي فات كسبة الكوريا كسبة الكوريا لدرجة أن أحد الأصدقاء هناك يعني اللي بيشجعوا المنتخب بيكلمني بيقول لي أنا داخل فببص على على اللوحة النتيجة على السيستم فسبعة اتنين مصر سبعة الكوريا اتنين فقال لهم لا لا يا لله هو السيستم بس تاني ده والله قال لي كده بسم الله عايزة وله أمين لحساسية يعني منصبه لكن هو النتيجة كده سبعة اتنين لمصر قدام كوريا وآية بعدها الحمد لله كسبت المصنفة الأولى العالمية وكانت مدالية كبيرة جدا وغالية جدا لمصر وشاهد سامي في بطولة العالم للكبار برضو الشهر اللي فات الشهر اللي فات كان ربنا كريمنا بفتوحات كبيرة كان شهر حلو شكله شهر برونزية من 2015 برونزية نسئية البنت بتمتحن سنوية عامة جاءت استقبلها السيد الوزير والاتحاد مصر تيكوندو في المطار سلمت علينا وتمام من تاني يوم ابتلت تفتح كتبها تالت يوم داخلت الامتحان ماشا الله عليه ماشا الله فيعني أنا عايز أقول لحضرتك ما بقاش فيه دلوقت حتة لا لا داخلت دول كتير مصر في أوزان أسبانيا المكسيك إيران دول أزربيجان كازاخستان أسباكستان روسيا إيطاليا فرنسا لا 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 الموضوع بقى القرى الأفريقية المغرب تونس الدول العربية السعودية وسط أفريقيا جنوب أفريقيا يعني كده التفوق ما بقاش حكرة على دولة بعينها في الرياضة دي لا ما بقاش حكرة على دولة بعينها لكن بقى أصعب أكيد وزمان كنت حرجت بقى حامل هام إنت لما تابلت كوري بس غير الكوري كله أمره سهل دلوقت بطلط العالم بقيت مدبحة أكيد زي البطولة اللي فاتت اللي هي كتفة أزربيجان والمدبحة دي برضو تستدعي إن إحنا لازم نبقى مدخلين ولده وهم مؤهلين تماما هل بالمناسبة من ضمن عملية التأهيل هل بيبقى فيه مثلا معسكرات خارجية طبعا جلب الخبرات أجنبية يعني بتعملوا إيه في الحتة طبعا طبعا إحنا من عشية 22 ابتدينا معسكر لو حرك فاكر أنا قلت إن إحنا طالعين معسكر في الفجيرة كان قبل بطولة كاس العرب التانية والفجيرة التاسعة وعملنا معسكر في ألمانيا كان قبل بطولات الجائزة الكبرى عندنا سلسلة بطولات جائزة كبرى تقريبا كل شهر لازم اللاعب يشارك فيها طالما إنه هو مصنف والاتحاد الدولي بعت له الدعوة للمشاركة لازم يشارك فيها عدم مشاركته توقفه ست شهور الست شهور دي تنزل الرنك والتصنيف الدولي بتاعه حتى لو هو مرتبط ببطولة تانية مثلا قرية لا ما يقدرش بطولة الاتحاد الدولي لما الاتحاد يعملها اللي هي لجنة المسابقات اللي هو بروسها زمينا محمد شعبان طبعا بطولة الاتحاد الدولي ما ينفعش يبقى معها أو يتزمن معها بطولة في أي مكانتين طالما إنها بطولة رسمية بطولة رسمية يعني بطولة عالم جائزة كبرى وهكذا فده بيقتضم إلينا استمرارية في التدريب معسكر داخلي معسكر خارجي ابتدنا أن نعمل تشكيل جهاز فني محترم استقدمنا مدير فني بريطاني للمنتخب عرضنا على اللجنة الأولمبية وعرضنا على الوزارة ولقينا كل الدعم ابتدنا أن نحن لما بنشارك في البطولات بنشوف كمان وبنبتدي نفلتر وبنبتدي يبقى فيه حتة دراسة وتحليل أداء وحاجات تانية ومدرب أحمال بدني إحنا جايبين وإنجليزي كمان مع الفريق حاجات تقريبا يعني يعني اللي كنا لازم نواكب العلم ولازم نواكب التطور اللي بيحصل في العالم كله ونحلل الأداء بتاع لعيبتنا واللعيبة اللي بتقابلها والتأهيل النفسي كمان دخل ضمن خطر ومعد نفسي والحتة دي بتهتم بيها جدا للوزارة جدا تياري برضو هي طبعا عنصر مهمة في كل الرياضات وقتدي للاتحادات وقتدي للاتحادات معدين نفسيين آه لا مهم يعني أنا أكتر من تليفون يجيني لو سمحت شوف في لستة اختر منها شوف أنت عاوز مين من الناس دي كل واحد بالسيدي بتاعه كويس أوي الكلام ده مع البطولات أنا عكس الحمد لله على شكل المنتخب وعلى كمان الرنك العام بتاع المنتخب والرنك القاص بكل لعب على حد هاي طب أنا عايز يعني إيه رنك العام بتاع المنتخب في كل بطولة بيشارك فيه يعني ترتيبه العام عايز أخد عليك بقى للبراعن للناس اللي إيه حتى للأسر اللي عندها أولاد صغاري خلي بارح عليك التايكوندو من الرياضات اللي فيها عنصر جذب كبير لكتير من الأباء والأمهات وأولياء الأمور عشان يخلوا أولادهم يلعبوهم وبالذات اللي أولادهم انطوائيين حبتين خجولين زيادة ما عندهمش قدر على الدفاع عن النفس محتاجين المزيد من يعني اكتساب المزيد من الثقة بالنفس فده عنصر جذب رهيب في الرياضة دي بس في المقابل عندك أسر تانين الودودهم يخلوا أولادهم ومباراتهم يمرسوا الرياضة دي بس بيبقوا خايفين عليهم الإصابات وده ينتبق على معظم رياضات الرياضات القتالية أو الرياضات الدفاع على النفس فتقول لهم إيه عشان تطمنهم ناخد فلاش بك نجيب من حطة الإصابات ونرجع أو لا يعني نبتدي من الإصابات ونرجع الإصابات لا بطمن حضرتك وعلى الأمور كلها يعني كل دلوقتي عناصر السلامة والتأمين والأمن للولد في الملعب متوفرة في التايكوندو إلى جانب كمان زي ما حدثت التعلم أن من أحد أسباب استمرارية التايكوندو في الأولمبيات إلى جانب شعبيته الجزء التقني فيه اللي تمثل فيه التحكيم اللي بيضمن شبه نوع ما عدالة وعدم تدخل البشر التحكيم فيه إلكتروني رقمي إلكتروني الدربة بتتضرب السيستم هو اللي بيحسب مش الحكم فبالتالي برضو دي بتكفل عدالة والعدالة دي بتطمن ولي الأمر فيه ألعاب قادم منها داخلت الأولمبيات وطلعت لكن تهيكوندو الحمد لله مكمل نتكلم على البرائم البرائم إحنا من بداية ما الحمد لله تقول لنا المسؤولية كان فيه اجتماع مع لجنة المختبرين دي أول حاجة لجنة المختبرين اللي هي بتختبر اللعبين وبتمنحهم الحزام فكان فيه توجيه من رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة لللجنة إن ما فيش طفل صغير يسقط في اختبار حزام لأنه هو داخل مع حزام أبيض عايز ياخد الأصفر داخل مع الأصفر عايز ياخد الأورنج أو ياخد الأغدر أو ياخد الأزرق لما ييجي يسقط في اختبار الحزام هيحصل له إحباط وبالتالي مش هيكمل إنما لما حضرتك تنجحه هو طفل الحزام مش هيضره في شيء لكن هيخليه يتعلق باللعب أكتر ويخلي أخته أخوه في البيت وابن خالته أو بنت خالته اللي شافته في اختبار الحزام وبعد كده بواف قدامه ولابس حزام لونه ملون كده وحاجات جميلة هتتشجع كمان ويمكن يحصل لها غير رياضية وتلعب رقم اتنين احنا اشتغلنا على موضوع البرائم وعملين بطولة كبيرة جدا للبرائم من يوم عشرة ليوم خمستاشر الشهر الجاري في استاد جامعة حلوان تحت تسع سنة وديها تبقى جميلة جدا وانا بدو حضرتك وكانات النادي الاهلي في وجودكو فيها وطبعا تتشرب يعني البطولة بوجود حضراتكو فيها وتنقلولنا كمان أحداثها الكل اللي الناس تشوفها زي برضو مانا دعيتك كابت المحوض الخطيب انه مش معقول النادي كبيب بعرقة النادي الاهلي لازم ان شاء الله يبقى فيه تايكوندو كلابة أولمبيا بإذن الله تعالى طيب متطلبات الرياضة دي تاني برضو أرجع لأولياء الأمور اللي ممكن يبقوا بيفكروا يخلوا ولادهم الصغيرين يبتدوا يمرسوها هل ليها متطلبات خاصة بالطفل بسها؟ بالنسبة للأطفال ملهاش يعني تقريبا متطلباتها تبقى بسيطة يعني ولا مطلوب منه أدوات ولا مطلوب منه يشتري حاجات اللي هو بيلبسها غير مثلا إذا كان الهجو العادي اللي هو مش إلكتروني هجو العادي ووقي الرأس ووقي الصدر ووقي الرأس بس والبدلة طب مواصفات جسمانية مثلا في الطفل زهنية في الطفل يعني في حاجات معينة أولا لازم الولد يبقى مقبل على الألعاب الرياضية القتالية تحديدا وأنا بقى مصود جدا لما لقي صديق أو زميل أولية أمر ما عرفوش يقول لي أنا ابني عنده بتحرك كتير وبيحب الأكشن وما بيقودش في البيئة أقول له ده يلعب تايكون دو على طول ده رقم واحد رقم اثنين الولد كمان يبقى جسور يبقى عنده من الأول روح الفيطر يعني فيه ولد يحب المواجهة وفيه ولد يواجه بس من خلال حاجة يعني زي التنس بينك وبينه شبكة سوى بقى الأرض أو تنس الطول ماشي زي الفولي زي كده وفيه مواجهة بتبقى مباشرة تايكون دو العلعب التانية العلعب المنازلات التانية لازم هو يبقى عنده الحتة دي انه هو حابب انه يواجه مباشر ويقف قدام الخص مواجهة للواجه بس فدي دي بتبان في الطفل من الأول الى جانب بقى العناصر البدانية اللي احنا دوقتي بنشتغل عليها من خلال الانتقاء ومن خلال اللي هو اللي بيقوم عليها دلوقتي انتقاء المشروع القومي للمويب البطل الأوليمبي اللي هو ايه القوام بتاعه قياساته طور للجزع بتاعه الأسفل رجليه طبعا يفضل بالنسبة للتايكوندو للتايكوندو أغلب ضرباته بالرجل تمام من الجزع تحته بقى أطول حاجات كتير بنيانه ده نعايز أقول لحضرتك ان دلوقتي فيه عندنا في مصر فيه مراكز بتعمل تحليل للأطفال اللي هو السن الصغير ست سنين وسبع سنين وتمان سنين وبتدي لحضرتك بعد كده التقرير فيه تلات ألعاب يلعبهم بيقول لحضرتك يلعب دي أو دي أو دي وفيه حاجات أعلى من كده كمان برا وابتريت يعني تتعامل دلوقتي هنا عندنا ان يقول لحضرتك كمان لو لعب اللعبة دي مجوده بيينفز امتى يعني لو لعب تايكوندو بعد قده يبتدي ان هو يوصل لليهنماك في اللعب بعد قده ان هو يبتدي ان هو يحرق سعرات بعد كذا يعني كده علم 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 ودول كتير مش بيه وإحنا بتريها نمش بيه ومش من دلوقتي احنا بتريها من كم سنة بس الناس مش حاسة شوية لكن كل الأبطال اللي طلعين دلوقتي دولة لا 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 بتطبع عليهم هال نفسي وأحمار هاي فني وتغذية وكل حاجة هاي والمشروع القاومي أنا شفت فيه ناس كده يعني أنا شفت في المشروع الولاد اللي وصلوا في الفاينال في بطولة 14 سنة اللي هم هيلعبوا في الفاينال كلهم دخلوا في قوضة تبع الصلاة المغطلة اللي بتتلاقي فيها البطولة وفيه دكتور نفسي دخلوا مبتدأ يشتغل معاهم كويس كل دي كل دي حاجات مهمة جدا ومن شأنها والاتحادات بتعمل نفس الكلام حصد المزيد من النجاحات إن شاء الله ودي حاجة يعني أكيد بنتمنها لحضراتكم في الاتحاد يا كل أنا بشكرك عن وجودك معنا نورتيني الله يخليك أنا للشكر ليكم وبجدد الدعوة ليكم تبقوا موجود معنا في طولة البرامج تبقى بطولة جميلة جدا إن شاء الله وبجدد الدعوة نحن عوزين التايكوندو في النادي الأهلي بإذن الله متشكل لحضرتكم متشكل إن أنتو حطين التايكوندو المصري في حزبانكو في برنامج العشرة السباحة وعملين نجاحات مدوية تستحق الإشادة وتستحق إن احنا نعرضها على جبهات أشكرك أنا اللي مشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا وحستأذر حضراتكم من إطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام يا أهلا بحضرتكم مرة تانية الحياة فوز مهمة حق أمبارح للنادي الأهلي على الاتحاد السكندري والحمد لله رب العالمين لغاية دلوقتي محافظين على الصدارة وكمان محافظين على اللاهزيمة حتى هذه اللحظة مش فضل لنا غير نقطتين اتنين ملهمش تالت على حصد لقب الدوري رسميا تعالوا نتكلم عن طبعا منافسات الأهلي وتحدياته الفترة اللي جاية إن شاء الله مع ضيفنا اللي منورنا الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي يا صباح الخيرات وأهلا بحضرتك صباح الفوالله كريم أخبارك أي كله دمام مرضي بالبطرة الأخيرة نادي الأهلي جد أظن يعني مصدر سعادك العاد لا الحمد لله كيف تبتش مبارح إزاي بقى ورؤيتك للأداء أكيد يعني البداية كانت هيلة يعني بداية أنك تتقدمت نصفر في أول 12 دي حاجة هيلة جدا ده كان بقى أسلاحظوا حدين الفرقة هديت شوية وطبعا معذورين لأن أنت بتتكلم أنت دايس بنزين بقى لك 9 شهور دلوقتي صحيح أو ضيف فعلا فطبعا أكيد بتنبقل 48 ساعة ما فيش أي فرصة لأي حاجة حتى مستر كولر نفسه كان بيقول أن أنا مش عارف حتى أصلح الأخطاء لأنه فيش وقت وقال أنه آه يعني يعني ممكن يكون التاريخ ده ما كانش مقبول بس أنا مش قادر ألوم اللعيبة لأن اللعيبة فعلا خلاص يعني جابت أخيرها يعني لكن كان واضح حتى بعد الماطش الارتياح على اللعيبة وشفت الاحتفالات اللي موجودة رغم أن ده ما حصلش يمكن في أي ماطش في الدوري رغم أن الدوري سمتحسنش رسميا لكن اللعيبة حاسة أنها مرتاحة حاسة أنهم قدوا المهمة فكرة أنك بتلعب ماطشين وراء بعض في اسكندرية فرق يومين مع فرقتين طبعا زي الإسماعيل والاتحاد ماطشين مهمين وماطشين جامهارين فأكيد أنك بدأت الماطش كويس ده رايحك في بقية المباراة كان ممكن النتيجة تتبقى أكتر أحسن من كده لكن المطلوب حصل مهم حصل سفرية اسكندرية رجعت منها بالستة نقاط فخلاص فاضل نقطتين على الدوري إن شاء الله في خمس ماطشات بإذن الله الأمور في المتناول أعتقد موسم عظيم فإن شاء الله يكمل بالحاجة اللي نحن مستنينها فكرة الدفع فخري وقندوسي في خط الوسط مع الديانج شفت المبدأ ده نفسه شفته إزاي ورأيك في أداءهم إيه زي ما قلت وقال حكا هو مفيش للأسف يعني فكرة أنك بتلعب كرة 48 ساعة دي لازم الفرق كل الوقت تبقى جاهزة ودي الحاجة فعلا المرسل كل الورد نجح فيها بشكل كبير روتيشن روتيشن بشكل هايل وروتيشن أنت متحسش به يعني إحنا لو فاكر من فترة كده كان دايما لما بيطلع التشكيل ناس تقول لا يعني ليه فلان ليه مش فلان ليه كده دلوقتي خلاص أي 11 موجودين ناس واسقة فيهم رحيح فاخر يمكن كان عليه انتقادات كتير فترة طويلة لكن مبارح أنا شايفه من أحسن لعبة المباراة قد مباراة ممتازة في مكانه فكرة أنك بتلعب دلوقتي التلاتة خلاص هو مستر كولر استقر على أربعة تلاتة تلاتة التلاتة اللي في النص أي أن كان هم مين بيلعبوا التلاتة أدوار يعني اللي هم لو بنسميم كده بالمراكز الكرة 6-18 التلاتة بيلعبوا 6-18 يعني ديانج ممكن يلعب هنا ممكن يلعب هنا مبارح فاخري لعب شوية في الارتكاز الستة شوية لعب قدام القندوسي نفس الحكاية فلا فكرة أن المجموعة كلها طبعا الاضطرار في مروان عطية ما بيلعب على طول بنون بدون راحة فكان محتاج أنه يرتاح شوية زائد أنه كان عنده انذرين فكان برضو الخوف عليه شوية رحيل حمدي فتحي طبعا إصابة السلية ففكرة أنه برضو فاخري يكون له دور وهو نزل بقولك مبارح كمن أحسن لعبته المبارا فعلا ودي مش يعني الولد تعرض لانتقادات كتير جدا لكن هو مبارح قدل عليه بوز زيادة القندوسي الناس لسه مستنين منه أكتر لكن هو تأدرجيا بيخش في التشكيلة وبيخش في الفرقة فكرة أنك تيجي في يناير برضو من دوري تاني خالص وأول تجربة احترافية ليه كده بياخد شوية وقت على ما يتدي ياخد على الفرقة لكن هو إمكانياته ما فيش عليه خلاف يعني طبعا يعني الناس بقدم لما كانت تقول فاخري بيلعب ليه لما جاي يخرج لما جاي التغيير لأ طبعا انت بخرج فاخري ليه فلا يعني وده أعتقد دي أكبر شهادة ان هو مبارح قدم وراك ويسا جدا برضو من الحاجات اللي كتير من الناس واخدين بالهم منها إلى جانب جودة الروتيشن اللي بيعملوا كولر فكرة أن فيه وكلام ده الحقيقة لحد بعيد ينطبق على كل اللعيبة لكن لو وقفنا عند لعيبة معينة حتلاقي ان فيه تقلق ملحوظ طرق عليهم أو زاد معاهم بعد ما جاي مستر كولر حد زي فرسي تاو حد زي حسين الشحات حد زي أليو ديانج بالمناسبة فشايف سر الحكاية دي ايه هو أولا راجل فير جدا يعني راجل عادل بدرجة ما في المية لأن احنا كنا شفنا مثلا في بداية الموسم فيه لعيبة بعيدة لما بتلعب وبتثبت نفسها خلاص بتتثبت في المكان ده وبتكمل بشكل كويس جدا بناخد بالنا في مباريات ان بيحصل تغيير مثلا اللعيب بينزل بيختب مبارا بشكل كويس جدا فبيبدأ المباراة اللي بعدها ده بيدي رسالة للعيبة كلها ان انا مش فارق معايا أسامي وبيصبر على اللعيب اللي عنده تحفظات عليه بالضبط بالضبط هو بيقول للعيبة انا ما عنديش أسامي انا عندي أدأ في الملعب اعمل اللي عليك انت موجود معي زي ما حالك قلت بيرسي تاو والناس كان عندها تخوف كبير جدا بعد رحيل مستر موسماني ان هو اللي جابه وهو أبو الروحي وهو اللي اكتشفه في سانداونز فان اللعيب هيبقى صعب بقى نفسيا ونخش فرقة بيرسي تاو بقدى موسم عظيم من نجوم الموسم مع الاهلي حسين الشاحات من نجوم الموسم الكبار جدا وحسين كمان مع تغيير مكانه من اليمين للشمال ما فيش أي مشكلة خالص اللي عيب بيقدي بشكل كويس جدا اكتشف في نفسه حاجات جديدة في الحتة دي محمد هاني مقدي موسم رائع وأكتر من رائع رغم اللي بداية الموسم كان أكرم هو الأساسي وهاني كان احتياطي لكن مجرد إصابة أكرم هاني مثبت نفسه بشكل محترم جدا اللعيب الرجالة جدا جدا عمل الموسم رائع جدا وتغير كمان في شخصية يعني هيبقى واحد من كبات الفرقة فعليا يعني الشخص وشفنا للتفصيلة دي كذا العكاس في آخر كمات شر النادي بالضبط منها تفصيلة السبات الانفعالي بتاعه وحاجات كده وقدرة على التحكم في الزات فكرة أنك تبقى كابتن فرقة الآل في الملعب مع الأسامي دي دي مش حاجة قليلة طبعا أنت لازم تبقى عندك القوة الشخصية دي طبعا ده بقى يندرج على كل يعني لو خدت الفرقة واحد واحدة تلاقي كلها كده يعني متولي في وجوده يعني مع الإصابة دلوقتي لكن هو في أسناء وضف ملعب قوي جدا السلية نفس الحكاية وكلهم كمان أنا كل اللعيبة دي غير الأداء اللي في الملعب الشخصية القيادية اللي هم فيه يعني دللتي بقى عندك الشناوي عندك مهاني عندك علي معلول عندك عمر السلية عندك محمد عبد المنعم كل دول لعيبة مع اختلاف مركزهم مع اختلاف أعمارهم كلهم عندهم شخصية القيادية في الملعب وده لما تلاقي الفريق كله بالشكل ده ده يحسب أولا للجهاز الفن بس ده يصعب المهمة على الكابتن بقى بتاع الفريق مش كده برضو يعني مهمته مش سهلة خلي بالك بس طالما الروح يعني أنا أعتقد من أكتر الحاجات اللي بسطة جمهور الآية الفترة اللي فاتبت الروح اللي موجودة لأ وبعدين للأمانة ما فيش لعيب بيتعامل معها لقاءة وبيجلي بتصريحي غير لما بتلاقي دايما في شوية سوابت كده في إنكار للذات وفي إيطار للفرقة بشكل عام فدي برضو من الحاجات الحلوة والرقية قوي في اللعيب تلدي هو ده ده اللي فعلا زي بقولك الروح اللي موجودة هي دي من أحد أسرار النجاح وأحد أسرار الموسم اللي أنا شخصيا بعتبر موسم تاريخي للآن فكرة إن انت إن شاء الله يعني على بعض النقطاتين خلاص الأمور شبه محسومة أنك تحسب لقب الدوري فتبقى حسمت خمس ألقاب في موسم واحد دي حاجة كبيرة جدا محترمة جدا كان بتحصل لما كان بتحصل مع جيل الدهبي اللي بتقول عليه جيل الدهبي في 2005 و2006 كنا بنقول ده جيل تاريخي ودهبي في الجيل ده لا يقل بأي حال من الأحوال عن اللي حصل ده عنده لسه تحديات تانية ونس واسقة فيه جدا الشكل الحلو حتى زي ما بقولك في الملعب وبرة الملعب زي ما حالك كنت بتلسه بتقول الروح اللي موجودة في القوضة في قط اللبس الروح اللي موجودة في الملعب بين اللعبة وبعضها شوفنا التسجيل اللي كان عامله الكاف من المبارات النهائي لجوه قط اللبس اللعبة بتتكلم إزاي مع بعض وبتحفز بعض إزاي حاجة فعلا يعني أعتقد إن جمهوري الأهلي بيعيش أيام سعيدة جدا مش بسبب النتائج بس بسبب كل لا الحقيقة يعني النادي الأهلي كمان ويعني وإن كان ده في إطار من فاصل حبتين بس النادي الأهلي أصبح ملهم قوي وعدى بقى القطر المصري يعني بقى ملهم للعندية كتير والفرق كتير حتى الأوروبية منها يعني لو مش عارف حاضيك شفت الفيديو اللي واحدة من الفيديوات الأخيرة بتاع البرامع والناشئين توريال مدين وهم بيحتفلوا ببغرية سطلانة إزاي يعني شاب أصلي ما هي دي اللي يمكن بنتكلم فيه القيمة المعنوية والقيمة التسويقية للناس للأسف بتاخد الموضوع بسخرية وبتريقة لا ديك شايف يعني حاجة مع كامل الاحترام والتقدير فيلم ما عملش حاجة أو ما عملش إرادات كبيرة والموضوع كان في إطار تهريج ما عددش العشرين ثانية طبعا لكن العشرين ثانية دول شوفوا وصل لغاية فين صحيح ده بيديك القيمة المعنوية للمكان للإسم ده وفكرة أنت زي يعني أنك لما كان جورديولا هنا في مصر ولما قيل أنه وقف المطار لأ ناس قاعدوا تفرج وقال له بيقولوله ده الأهلي اللي حيلعبك في كاس العالم فقال لهم وكل الناس دي بعدها بتشجع الأهلي كل ده بيديك القيمة بتاعتك عامل الآن فكرة أنك موجود في كاس العالم لتاسع مرة إن شاء الله وعاشر مرة بعدها فتدي حاجة بتديك يعني برضو أنك في العالم كله اسمك موجود بغض النظر بطولة كاس العالم بطولة مهمة ولا مش مهمة بغض النظر أنت رايح تعمل إيه أنت اسمك موجود في كل مرة بيذكر فيها البطولة دي بتلعب مع برانونيغ تلعب مع ريال مدريب بتلعب مع مانشستر سيتي بتلعب موجود في البطولة تشيلسي موجود في البطولة فلمانجو أنت وجودك في المحفل ده مع الكبار مع الكبار العالم وإنت من كبار أنت يعني سواء بقى الناس عجبها أو مش عجبها لأ أنت من الكبار خلاص وإيه اللي يخلي الناس مش عجبها هو في الآخر لما بيكون فيه كيان مصري وخبالك في الآخر النادي الأهلي المصري وما يكون النادي الأهل المصر ده بيمثل مصر فيه محافل دولية مختلفة ويتمثلها نتيجة نجاحك مش بيتمثلها مجاملة يعني بيتمثلها نتيجة أن أنت بتسيد القرى دي طب تعالى بقى نروح للماتش اللي بوضع خاص جدا واللي كالعادة أيا كانت الحسابات اللي قابليه كل ده كوم لكن الملعب بقى يوم المباراة نفسها طبعا الأهل وزمالك قطباك ورات القدم المصرية وبرضو توقعاتك ورؤيتك للماتش ده الدنيا هتمشي فيه إزاي أكيد الماتش مهم أيا كانت المعطيات يعني لغاية دلوقتي وحنا بنتكلم كده وقد يكون المباراة الحسابة للي حسب اللقب لو في حالة فوز الأهل أنه يحسب اللقب ممكن بكرة ما يبقاش خلاص إبقى مش بحتاجة لو بيروز بكسيبش بكرة يعني لكن هتفضل طبعا مباراة مهمة جدا وده كان وضع حتى مبارح يعني لو خدت بالك كان فيه حوالي ست لعيبة عندهم إنذار تاني كانت اللعبة بتلعب بحظر جدا يعني نشوفنا في أكتر من كرة بيبقى اللعبة مثلا حيود خلي عملتك بعدين يفتكر إنه عنده إنذار فبيهدأ الأداء حتى لما هي دي شوية اللعبة بتفكر أكيد في ماتش الزمالك وماتش الزمالك آن كانت المعطيات ماتش مهم جدا الزمالك ماشي بشكل كويس في الفترة الأخرانية ودي حاجة يعني أعتقد أنت بتحب المنافسة فأنت بتحب إنك توجه منافسة كواف أحسن حالاته يعني فدي حاجة طبعا تقوي أكتر كمان من أهمية المرامب ده منطق عام لازم بيحكم الأمور وبيحكم علاقة جماهير الفرق المصرية المختلفة ببعض المنافسة دي في الملعب ودي إحنا بقالنا من يوم معين على الدنيا وإحنا بتنفس في الملعب وبره خلاص إحنا صحاب بنقعد نهزر مع بعض يعني الماتش بنتيه في أرض الملعب لكن أكيد واللعيب أنافسهم أصدقاء أصلا وبنشوفهم في المنتخب وشوفنا لعبة زمالك اللي مهنت لعبة الأهلي بالبطولة في المنتخب الموضوع بسيط يعني ما بلاش الأفوار عدت علينا فترات على سكر المنتخب يعني فتلاقي مثلا مثلا في ناس جواهم في إشادة بلعب معين من لعبة النادي الأهلي اللي من في القوام الرئيسي للمنتخب بس مش هايل عليهم يقولوها لمجرد أنه هو لعب في الأهلي وأحيانا العكس صحيفة إزاي يعني ما يكون مثلا يعني سيء لعب من الزمالك مثلا في المنتخب وعمل شغل هايل لا نملو غير أن احنا نفعل القطعم وفي الأخذ ده المنتخب بلدنا لكن زيب بقولك طبعا ماتش مهم أكيد حتى لو كان معنويا مش فنيا لأن احنا خلاص منتكلم يعني الأهلي قد يكون حسم البطولة قبل المباراة أساسا الزمالك أعتقد أنه حسم مركز تالت كمان وضمن مشركة في القنفض غالية فالمباراة من الحسابات اللي هي بالورقة والقلم كده ما هياش أهم حاجة لكن أكيد ماتش أهلي وزمالك مهم يدي حتى كمان دفع معنويا في نهاية الموسم للفرقتين قبل داية الموسم الجديد لأن احنا نتكلم خلاص اعتقد الأهلي لو حسب الدوري ممكن اللي هي بتاخد راحة لغاية نهاية الموسم لأن ما فيش وقت لأن هتخش بعدين على طول على السوطر الأفريقي في دوري الأبطال اللي جاي وبرضو الموسم الجاي إن شاء الله كالعادة زي ما تعوينا أن موسم استثنائي كالعابة استمر يعني ما بيخلاصش فاعتقد الفرقتين ده خليل مرام معنوية عالية جدا وما فيش ضغوط قوي من ناحية النقط والكلام ده فده ممكن يدينا احنا بقى استمتاع أكتر بالموشي في ضوء متابعتك للموشيات الفترة الأخيرة ايه أكتر الأمور اللي مطمناك قوي فيما يتعلق بالنادي الأهلي وهل في تحفوزات ما عندك هل عندك حاجات معينة قلقان منها وممكن تقلق منها أكتر كمانتش الزمالك اللي مطمني نزام كنت لسه وقالك الفرقة كلها ما شاء الله في أعلى حالتها مش الفنية لا المعنوية يعني هما الفرقة واضح أنها يعني نعرفها هادية العيب تلعب بهدوء قوي في حالة استمقنان في حالة تكامل أو تماسك مع بعض كده الفرقة كلها ما شاء الله يعني اللي بيلعب واللي على الدكة واللي برا كلهم إيد واحدة أو زي ما بنقول تكاتف مع بعض مقتنعين باللي بيحصل مقتنعين بالجهاز اللي موجود مقتنعين بالأداء اللي بتعمل النتائج الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا كل البطولات اللي دخلتها السنة دي قدرت أنك تحققها ممكن معادة يمكن تكسل عام بس كسعام أنت هدفك فيه نك تقدم أداء كويس وعملت أداء كويس فعلا فده مدي الحالة اللي اتمنى وحالة السعادة اللي كنت اللي سأحكي لك عليها عند الجمهور معتقدش في حاجة مؤلية قوي لأن زي ما أقولك يعني خلاص أنت عايز تختم الموسم هو ممكن بس يبقى لو زي المباراة هي اللي هتحسم الدوري وطبعا كونك تحسم لقب الدوري قدام الزمالك في الملعب وتمنى أنه ميكونش مطلوب لأن اللعيبة لازم تبقى فاهمة كده أن أنت هدفك البطولة البطولة أنت محتاج لها نقطتين فحتى يعني حتى لو الماتش خلص تعدوا أنت عايز نقطة اللي روحة مشغلت اللي فاضلة بعد وكده فلازم تلعب بهدوء أكتر لازم تبتع نفسك زي ما دايما مستر كولر بيقول انزلوا واتبتعوا نفسكو لازم تفكر في الأمور بمنتهاء الهدوء وزي يعني أتمنى أن أنت تحسن طبعا اللقاء عشان قطر عشان حتى كمان اللعيبة تنحق ترايح شوان جملة بتعوا نفسكو دي أو جملة تنزلوا عشان تستمتعوا باللعب في الماتش بتتقال من مدربين كبار لفرق كبيرة يعني برضو عايزين تبسيرها الحكاية دي يعني فكرة أن انت تنزل وتلعب بأريحية وباستمتاع وأن ده بالضرورة حينعكس بالإجاب وحيحقق لك الفوز أنت بترفع الضغط عن اللعيبة فكرة أن انت نازل دايما مضغوط وأن انت لو عندك حالة ضغط نفسي دي وغلط لأحد ده بيغلط هتلاقي الأمور حالي وسط ممكن توصي معك للإنهيار في لعبة لما بتغلط غلط خلاص بتخرج من الجين تماما إنما لو انت نازل بهدوء أعصاب والموضوع بالنسبة لك فيه مش طراخي طبعا بس انت مرتاح بالزبط وثق في نفسك من هداح حتى لو أخطأت لأ حعوض الخطأ ده ما عمديش مشكلة وده من اللي بتشوف مثلا في واحد زي عالم علول والعالم علول دايما لما بيغلط بتلاقيه بيعوضها بعد ده بسواني لأنه هو العيب عنده الهدوء النفسي عنده الوح عجيبة بالزبط فده طبعا المدرب لما بيقول للعيبة كده هو بيشبع عليهم الضغط بيصدر لهم أنتوا لأ أنتوا خلاص أنتوا عملتوا اللي عليكم أو أنتوا إحنا واسكين فيكم واسكين في أنتوا تقدروا تعملوه فالعبوا بقى بالراحة متعوا نفسكو الكرة أساسا لعبة للمتعة وعلى ذكر علي معلول الحقيقة علي معلول قصة حب يعني وعشق من جباهير النادي الأهلي لعلي معلول ومن علي معلول للنادي الأهلي بجماهير الحقيقة يعني حالة استثنائية علي معلول والروح اللي بيلعب بيها أنا دايما حتى بقول أنه لا يقل مصرية عن أي واحد فينا بالزبط هو يمكن دايما اللي ناس تعود عن العيب المحترف ده محترف أنا جاي ولائي للمادة اللي أنا بعملها بالزبط أنا جاي ثلاث سنين مثلا أعمل شكله أطلع على العبقة في أوروبا أنا جاي عشان أخد إرشين ولو حد الدني أكتر حضر لا حنالوه ده كأنه متربي في النادي لا بالزبط أنا عمري ما هنسل كان من حوالي ثلاث سنين تقريبا بيعمل حوار في التلفزيون التونسي وحد بيقوله يعني أنت من أحسن لعبة في تاريخ تونس في المركز ده وزميلك بيلعبه في أوروبا فقال له أنا بلعب في نادي ما يقلش عن أوروبا يعني ده رد منطقة تلقائي قال له كده أنا بلعب يعني فهو ده واحد خلاص هو فعلا أصبح من علامات النادي الأهلي مش مجرد لعب ديه وحايدش لو جمهور ما بيخالش عليه بكل يعني الأسباق اللي بتدل على المحبة وأسباق الدلع وعلول ومؤخرا نلاقي زيك فيني يعني والجمهور بيحس بيحس أن ده برضو مش العيب جاي يقدي اليومين ويمشي لا هو بيحس بيه زي جيلبيرتو دلوقتي لما بيجي مصر في أي وقت الناس بتقابله إزاي لأنهم حسين بيه وجيلبيرتو نفسه لما بيجي تلاقيه بيحضر مطش في أنجولا ولا بستيشيرت لأهلي هو خلاص بقى في حب متبادل وحصلت مع بلافي برضو في مره في زيارات ده وشافت بحبة غير طبيعية هي الفكرة في كده طالما الناس حس ان انت بتحب يعني طالما حس ان انت بتديني الشعور ده فانا ببادلك نفس الشعور وده يعني العلاقة دي بالذات عمران بقفية كده اه طبعا الجمهور بيحس كويس قوي وعارف كويس قوي من القلب للقلب زي ما بيقول وبصراحة معلول يستحق يعني استحق فعلا مكانته دي فنيا ومعنوي مليون في المئة طعب تعالي روح بقى شوية للمتخمات وشفت انت طبع مطش مصر والمغرب مطش قوي جدا اكيد نهايته ما اسعدتناش اوي لكن اللي اسعدنا ان احنا راضيين عن اللي شفناه مبدئيا وشفنا العيبة رجالة وشفنا العيبة مطمئنة يعني تطمين على الخطوات اللي جاية بالنسبة لهم ان شاء الله وتطمين على المنتخب الاول بعد كده فبرضو رؤيتك للمنتخب الاولمبي ايه طبعا هي اول حاجة بس عشان الناس بس يعني حسيت ان فيه زعل زيادة اوي يا جماعة هو الجيل ده معمول عشان يروح اولمبياد يعني اسمه منتخب اولمبي عشان هدف منه ان يروح الولمبياد فهو حق الهدف فما نعتبرش ان هو طبعا كنا نتمنى ان احنا نفوز باللقب ونحتفظ باللقب اللي كسبناه في 2019 لكن الجيل ده حق المطلوب منه فما تضغطوش على الولاد اوي في الحتة دي لأ لان هم فعلا هدفهم هم حققوه بنجاح النقطة التانية قبل البطولة وقبل حتى مع تشكيل المنتخب كان فيه ناس كتير اوي بتقول ان الجيل ده قليل فنيا وان الجيل ده مش هيعمل حاجة وشفنا ناس كتير بتشكك في اللعيبة وليه جايبين مدرب اجنبي وان ما فيش حد مش كلام كتير تقال كده لكن مع الوقت الناس بدأت تتلف حوالين المنتخب ده ودي اعتقد اكبر مكسب عمل والفريق ده ان الناس التفت حواليه بس ما تدرش تلوم اوي الناس اللي كان عندها تحفوزات لان الناس دي تعلت لفترة مش قليلة الحقيقة وكان بتجد ملأ يسرها فيما تعلق بملف المنتخبات عموما بما فيها المنتخب الاول بقى يلا عشو الكلام بيح له صح ولا غنب من عشان كده لك قد تقول لك الجملة بتاعت ايه الناس التفت حوالين المنتخب ده 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 مكسب مش قليل لان احنا لأسف بقالنا سنين كنا المنتخب بيلعب و الناس مش في المخة بتمشي في الشارع ده مصر بتلعب دلوقتي يعني ما حدش بيه الناس بتفرقش اصلا ففكرة ان جيل او الفرقة منتخب يفرد على الناس انها تتبعه بالشكل ده وتلتف حليه بالشكل ده ده مكسب كبير جدا لا يقل عن ان انت مكسب اللي انت عملته في البطول الجيل ده ممكن اه زي ما كنا بنقول لحفنين عليه شوية تحافظات لكن اللعيبة مقتلة عملت اللي عليها يعني كل واحد طلع اللي عنده والزيادة ده ادى اطمئنان عند الناس ان الجيل ده ممكن يقدر يعمل حاجة الحمد لله زي ما بقى لك الهدف تعلوصول الولمبياد تحقق ان شاء الله يبقى فيه نتائج كويسة في الولمبياد معهم جهاز فني محترم جدا ميكالي بصراحة رغم ان الناس بردو كتير انتقدت اختياره في الاول وده رجل عمله يعني ما دربش غير البرازيل منتخب البرازيل صحي تكسب معهم الولمبياد لكن ما خرجش بره طب حيعمل ايه معانا والجلده محتاج حد اتقل ده فيه ناس شافت انه بمثابة جورديولا المنتخبات الناشئين على مستوى العالم هو عمل يعني الشكل اللي انا شايفه مع المنتخب انضباط فني وتكتيكي عالي جدا جدا بغض نظر امكانيات اللعيبة هو عامل يعني ايا كان اللي بيلعب بالفرقة بتلعب بشكل واضح جدا فكرة انه هو زي ما هي كنت بتقول هو كسب الدهبية مع البرازيل في الاولمبياد اللي البرازيل عمرها ما كانت كسبتها قبل كده يعني برازيل شوف كل التاريخ ده عمرها ما خدت دهبية اولمبياد غير مع ميكال فهو لا انا شايفه راجل منظم جدا راجل برضو عادل جدا زي ما كنا نتكلم عن كولر ما بيدي اللعيبة حجم كويس قوي ادى زي ما بقولك كمان اهتمام كبير قوي بالمنتخب اعتقد ان شاء الله من دلوقتي لغاية باريس قدامنا حوالي 8-9 شهور دي بقى يحصل في تجهيز بشكل كويس يحصل الاعداد بشكل كويس لمنتخب ده نستفيد احنا عندنا شوية عناصر كويسة جدا جدا في الفريق ده على الصعيد الفارد يعني حمزة علاء ما شاء الله حاجة محترمة جدا حاجة محترمة جدا جدا يعني وللأسف كانت ناس كتير مش عارفة حمزة علاء لانهم ميلعبش انك نغمطش واحد مع الاهلي السنة للفاتج لكن اعتقد خامة هيلة محتاجة بس طبعا للنواي استمرارية وانه هو برضو لأسف ايه لما بيحصل بسلا نفترض ان هيحصل خطأ واكيد هيحصل خطأ الناس بتجيب من السماء للارض لأ طبيعي ان اللعيبة دي في السن ده لسه بتلعب ولسه هتغلق كتير ولسه هتعمل شكل كويس فالناس بس تبقى فيه شوية عقلانية يمكن عندنا محمود صبر مفاجأة حلوة قوي في البطولة كانت اللعيب ده براهيم عادل طبعا هو اسم تجاب بقول عالمي حقيقة لا ولماتش اللي قبله يجيبه حلو جدا جدا برضو فكرة ان انت كمان المنتخب ده جايب اربع هتف من بار المنطقة ده احنا في الدورة كلهم نشوفش اربع هتف من بار المنطقة فكرة دي واضح انه في شغل ففي شغل لا في شغل فني معمول بالضبط فالجيل فيه اسمي كويسة يقدر ان احنا ان شاء الله بإذن الله نبني عليها تنضم للمنتخب الاول ان احنا انا كمان شايف ان مستر فيتوريا بيعمل احلال وتجديد في المنتخب الاول بشكل كويس فاعتقد انه هيعتمد على الناس دي التجربة عموما رغم ان احنا ما خدناش البطولة صحيح لكن حققنا زي ما قلت الهدف ان احنا وصلنا الولمبياد والتجربة عموما اعتقد ان اطمن الناس على المستقبل شوية ان شاء الله دميل طيب تعال بقى نروح شوية للدوريات الاوروبية وتحديدا للمركاتو الصيفي واخر الانتقالات ونجوم العالم اللي سابه اماكن وراحوا اماكن يمكن في بعض الاحيان ما كانش حد يتخيل ولوللحظة ان اللعيم الفلاني ده حيبقى بلعب في الدوري العلالي يعني شايف الانتقالات ازاي والحزبة اللي كل واحد حسبها من نجوم العالم في قراراتهم بالانتقال لدوريات غير اعتيادية بالنسبة له طب هو يمكن الحاجة اللي الناس كلها ده ده مستميها دلوقتي مبابي طبعا لين يا مبابي؟ ده لان الشد والجذب العنيف اللي وصل برحط العنف بينه وبين باريس سان جرمان هو طبعا مبابي عشان الناس يعني هو عقده مستمر لغاية نهاية 24 وكان فيه شرط في العقد ان هو يجدد سنة كمان ل25 لكن لازم بموافد الترافين هو مبابي طلع فجأة من غير حاجة كده انا مش هعمل الشرط ده طب كان ممكن السنة وتقول عادي هو ايه خايت لعن في PSG؟ هي فكرة ان مشروع PSG نفسه ما كانش واضح يعني انت عملت جيب فأسامي روحت وارقام خرافية يعني روحت جابت نعمار ب222 مليون كسرت الشرط الجزائي بتاوي روحت جابت مبابي وهو 17 سنة ب180 مليون من موناكو فكانت حاجات ارقام خزعبالية كده والفكر اولا ميسي لا هات ميسي راموس عاده خلص هات راموس كل دول حقيقي عشان ايه؟ عشان حلم الشامبينز ليج وفي الاخر انت بتطلع من دوله 16 في الشامبينز ليج ما بتكاملش وده كان غريب جد هي مرة وحيدة اللي وصلت الفاينال في 2020 وما خدتش البطولة فالمشروع عفسه مش واضح يعني انت فكرة برضو انك يعني لو فاكر ريال مدنيت في 2002 اعتقد لما برضو جاب زيدان وفيجو وباكهم وفي الاخر ولا حاجة لانه هو الفكرة هي الكورة ما هيش اسامي بحجش اسامي بس لأ انت لازم تركيبة كاملة وهار ونيجل الاسامي دي؟ بالضبط تركيبة باريسان جيمان مش ماشي المشكلة الرئيسية انه هو دلوقتي عايز كل حاجة يعني هو عايز يروح ريال مدريد وده حلمه من صغره وفي نفس الوقت مش عايز يخسر فلوس باريسان جيمان فهو عايز يقعد الموسم ده ياخد المية وخمسين مليون او تسعين مليون عقده وبعدين يروح ريال مدريد ببلاش طبعا باريسان جيمان بدأ دلوقتي يتكلم في انه هو الموضوع ده مرفوض انت يا اما تجدد العقدي اما تتبع دلوقتي حنشوف اللي هيحصل يومين الجايين الموضوع هيوصل لفين الموضوع وصل لمرحلة بقى كمان انه هو مباح في حوار مع فرانس فوتبل بينتقد النادي بيقول ده نادي مفكك في النادي من الناحة التانية اه الا ابن اتسأل ليه في اس جيمان خادش طب ما دي ارغاصات رحيل ملهاش حاجة يعني الصعب يبقى في استمرارية طالما العلاقة يعني وصل الموضوع وصل فعلا يعني بسرعة لمرحلة انهيار في العلاقة بشكل كبير وده حصل مع كريسيانو رونالدو في وقت بالوقت برضو مع منشاستر رونالدو بالضبط لما فسق عقده منشاستر برضو طرعوا يعني يلقاحوا على بعض دي طبعا مش حاجة لطيفة يعني انت فكرة انك تمشي من النادي مش معناها انك تقطع كل حلاقاتك بالنادي النقطة التانية اللي هيكت تكلم فيها موضوع الانتقالات للدور السعودي تحديدا عشان نبقى واضحين يعني هي يمكن بداية الدومينا كانت مع كريسيانو رونالدو فكرة انتقال كريسيانو رونالدو من من يونيتد الى النصر وطبعا ما كان فسق عقده قريدي مع منشاستر رونالدد قبل كاس العالم الناس كانت بقى باستنية هل دي خطوة ولا ده بس النجم كبير وراحه وحيبقى موجود هناك كشكل تصويقي وكده لكن اللي بيحصل اليومين اللي فاته وده احنا زيما بيقولك ده كان دومينا هو اول حجر تخبط ده كان هو اول الغيب بالظبط وبعدين شايفين بقى دلوقتي كاريم بنزيمة انجولو كانتي ادوارد مندي فرمينو الموضوع اكيد مفيد جدا لكرة السعودية اكيد العين بقى هتبقى هائلة على الدول السعودي من ناحية تسوقية القيمة التسوقية عملتها للدوري الوقتي اصبح فيه لعيبة حتى مش اللي بينهم مشوارهم يعني احنا متكلف كريسيانو مثلا بنزيمة كل دول الناس دي في نهاية مشوارها فرمينو نفس الكلام لكن بدأنا نفكر بدأنا نشوف واحد زي برناردو سيلفا اللي لسه قدامه كتير واللعيب من اهم لعيبة منشتر سيتي لكن بدأ يفكر في عرض الهلال جو شوف واحد زي رادمحرس بدأ يفكر في عرض الاهلي لان اعتقد الدنيا بدأت تاخد منحنة تاني شوية التجربة هتستمر ولا لأ ده بقى هيتحكم عليه خلال مسلمين ثلاثة لان هي التجربة مش معتادة احنا شوفناها ممكن في الصين شوفناها في قطر بس ما كملتش قوي وكانت برضو لعيبة برايحة في نهاية المشهور احنا اللي لاتي بنتكلم في لعيبة لا في لعيبة في نهاية المشهور وفي لعيبة لسه في قمة المجد دي هو انت الاولى يعني هفترض ان انت رجل تصانع قرار في الحتة دي تمام الاولى ان انت تصرف هذا كم من ملايين ولو جمعتهم حيبقوا مليارات اليوروهات عشان تجلب اهم واتقل واعظم واشهر اسماء لعيبة كرة القدم في العالم في الدوري بتاعك ولا بربع القيمة دي تفوق اللعيبة بتاعتك وتصنع انجاز التعبير نجوم مستقبليين محليين بص هي مش اولى هو الاتنين مطلوبين لكن اكيد الاستثمار الاكبر لازم يكون في انك تبني قواعد يعني عندك قاعدة للدوري ده تبني قاعدة تسويقية قاعدة ملاعب قاعدة اجهزة فنية بتاخد محاضرات على اعلى مستوى قاعدة نظام كامل تسويقي وكروي وفني وكل الكلام ده لكن الحقيقة ده بيحصل يعني هو فعلا الاعتقد السعودي بيعمل ده وحتى على مستقر النساء ما جاب ناس محترمة جدا بتعمل الكلام ده لكن اكيد العين كلها بتروح للنجوم يعني بالزبط يعني اكيد لو انا بعمل حتى كل ده من غير ما يبقى عندي هل ده هيبان توازيا مع ده وده لو فعلا حصل يبقى انت بتعمل طفرة عظيمة جدا وحيبان اثارها في الفترة الجاية بشكل كبير جدا خلي بالك كمان على مستوى التنظيم السعودية هتنظم كاس أسيا الاول مرة في تاريخها بتعسى دلوقتي لتنظيم كاس أسيا للسيدات كمان فانت بتتكلم حتى على المستوى التنظيمي الامور بتختلف تماما عندهم دلوقتي ملاعب ما شاء الله يعني كنا زي ما امن الكلمة أنا ملعب ملاك فهد بس لتي لا في ملعب الجوهرة في ملعب هو اللي حيتلعب عليك سعامل الأدية في جد كمان اهتموا بالبنية التحتية بالضبط فهي الحقيقة هي ماشية توازي هي ماشية بالتوازي بس أنا كنت لستقول لك هنوصل لحد فين يعني هنكمل لحد فين أنا شخصيا أتمنى أنها تكمل بشكل ناجح أكيد طبعا يعني أكيد وتروح على انتر مايامي في أمريكا ولا كنت هتعمل حاجة تانية بص هي ميسي ممكن الموضوع اختلف إن هو يجات له وهو خلاص مش عايز حاجة يعني بعد بخير كسر العالم بقى خلاص أنا مش عايز حاجة أنا بقى هلعب لي سنتين ثلاثة كده فورفان فهو أفكر بتفكير برا كورش وفكر بتفكير إن هو أنا عيلتي هترتاح فين أنا مش عايز نمط الحياة بالضبط أنا مش عايز ضغوط فين خلي بالك الناس كان بتقولك ما فيش ضغوط في السعوداء لأ انت شفت نفسك كارستان وكان إزاي بيتعصم وكان إزاي عايز يكسب كل حاجة لا والضغوط حتزيد بقى بعد كده كمان بعد النجوم العالم لما هي بالضبط دي نقطة لأنه هو مش عايز يلعب هو عايز يلعب بقى لي حياة بالضبط خلي بالك الناس برضو ما بتقولك انتر مامي ده الأخير في الدوية وهي مش فرأة لسبب بطيط الدوري الأمريكي دوري مقفول يعني لا فيه صعود ولا هبوط هي مجموعة أندية بتلعب بعض وخلاص فهي آه ماشي طبعا أكيد لازم بقى فيه طموح انك انك تاخد لقب أو تاخد الكلام ده لكن هو ميس ينبقاش عده خلاص هو بقفل الجيم زي ما بنقول كده بعد كس العالم فهو واخد الموضوع ان أنا عايز أرتاح ودلاتي بيجمع أصحابه هنعود في ميامي مع بعض كده وننزل نلعب بطش كل أسبوع اللي خلى ناس كتيرة تستغرب وتندهش فعلا العرض العرض كان رهيب خيالي خوي لكن زي ما بقولك هو فكر في دي انه وأنا عايز عيلتي تبقى في مكان مرتاحين فيه بيفكروش في حاجة بقى ومن ناحية التانية أنا مش عايز ضغوط يعني مش عايز بقى نلعب في دولي تنافسي بقى وقدامي كريستيانو والمقارنة ترجع تاني بني من كريستيانو وبنزيمة جيه ونخش في المقارنة وماتش بيلعبوا بعضه مين اللي هيكسب وده جاب كم جنو وده جاب كم جنو وده الكلام ده بقى أولا قالك لا ايه أنا خلصت أنا أعود أرتاح السنتين دول ده هو الحقيقة خلص وعمل عليه وزياد يعني ما سبش يعني شكل من أشكال إمتاع الجماهير في العالم كله غير لما عملها الحقيقة وده على فكرة ده ورده ده مش معناه إنه هو اللي صح وكريستيانو لا أنا بس بباشرح ده فكر زي وده فكر زي إنما في الآخر أكيد هي مش مقارنة هما الاتنين عملوا هما الاتنين قفلوا جيم أساسا يعني هما ردت عمل كل حقيقة اليوم في النهار أنا بشكرك شكرا جزيل لأنه ورتيني في حلقات النهار شكرا لحلقات ربنا خليك ومبروك لله وإن شاء الله ببارك بالدور يبقى اللي أزواج إن شاء الله بعد الدعوة الحلوة دي نكتب ما فيش كارب تاني يتقال بعد كده مشكر كل حضراتكم على الحصة المتابعة ونشوفكم على خير بكرا إن شاء الله صباح الفت